السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وبرنامجكم اليومي الأهلي ينتخب الأهلي ينتخب كانت هذه النافذة اليومية المهمة والموضوعية اللي من خلالها حرصت إدارة قناة الأهلي على أن تتيح الفرصة لكل السادة المرشحين ممن استجابوا لمكاتبة الإدارة التنفيذية للنادي للظهور من خلال شاشة قناة الأهلي ومخاطبة الجماعية العمومية للنادي الأهلي أعضاء النادي اللي اليوم حق التصويت والجماهير الأهلي اللي إحنا زي ما قلنا لحضراتكم هم أعضاء الجماعية العامة للنادي الأهلي وهم بالملايين بالتأكيد الأهلي ينتخب كانت هذه الفرصة اليومية المتاحة اللي حاولنا فيها قدر الإمكان أن نحن نتيح لكل واحد من السادة المرشحين الفرصة كاملة علشان يعبر عن أراءه وبرنامجه وأفكاره وكل ما يهم طرحوا لأعضاء النادي ثم كانت أيام الصمت الانتخابي الأخيرة الأيام الأخيرة حتى وصلنا إلى اليوم قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية الصباح الجمعة إن شاء الله لانعقاد الجمعية وانتخاب مجلس إدارة جديد انتخابات الجمعة انتخابات مهمة جدا 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 أولا هي الانتخابات الأولى للنادي الأهلي اللي بتقام على دستور النادي الأهلي الجديد أو على لقيحة النظام الأساسي للنادي الأهلي هذه اللقيحة اللي أقرتها الجمعية العمومية للنادي فور انتخاب المجلس الحالي اللي بتنتهي وليته مساء الجمعة مع الإعلان إن شاء الله عن نتائج الانتخابات بالإضافة إلى أن هذه الانتخابات جاية في توقيت النادي الأهلي بيشهد طفرة اقتصادية كبيرة بيشهد طفرة في الفكر الإداري بيشهد طفرة في تطوير منشآته ومقراته بيشهد طفرة في سقف طموحاته الرياضية عند جمهيره وأعضاه ومن ثم كانت الدعوة مهمة جدا لكل عضو في النادي الأهلي شارك وبارك شارك بصوتك وبارك للناديك على طموحاته وعلى استقراره وعلى تمييزه وعلى وعي جمعيته العمومية أيا كانت اختيارات الجمعية العمومية لكن شارك وبارك للنادي الأهلي شارك وبارك للنادي الأهلي على هذا الوعي الكبير لجمعيته العمومية اللي ضربت في الانتخابات الأخيرة أروع المثل في الحضور بكثافة شديدة جدا والالتزام في انتخابات كانت كبيرة جدا الكل شاهده والكل من خلاله بيترقب أيضا الانعقاد الجديد شارك وبارك للنادي الآلي أن وصل إلى هذه المكانة العالمية في مختلف الرياضات النادي الآلي النهاردة في كرة القدم بيزاحم ريال مدريد على الأكثر تتويجا في العالم وأيضا بيحقق مع كرة الطائرة الأرقام القياسية التاريخية على مستوى العالم بالإضافة إلى هذه الطفرة الانشائية الكبيرة جدا في مختلف المقرات واللي بيطمح من خلالها جمهور وأعضاء النادي الآلي للمزيد شارك وبارك للنادي الآلي أن حازى مجلس إدارته الذي تنتهي وليته بنهاية هذه الدورة على جائزة الإبداع الرياضي يا جماعة جائزة يا جائزة محمد بن راشد المكتوم هذه الجائزة تعبر عن الرقي الكبير جدا اللي وصل إليه النادي الآلي من خلال أدائه لأن حيثيات منح الأهلي الجائزة كأفضل مؤسسة الرياضية العربية جاية من خلال أنه في عصر الكورونا رغم هذه الجائحة اللي ضربت اقتصاديات دول مش بس أندية والهيئات تمكنت إدارة النادي الآلي وتمكن مجلس إدارة النادي الآلي من تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة جدا من خلال المجموعة الاقتصادية كانت فكرة مبتكرة من مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللي وصلت بالنادي إلى مستوى في الأداء الاقتصادي اللي قدر يحقق من خلاله طموحات الرياضية وهذا التفوق الكبير شارك في الجمعية العمومية وبارك لأعضاء النادي على هذا الوعي الكبير أيا كانت النتيجة لكن الدعوة لكل عضو في النادي الآلي خليك حريص على الحضور خليك حريص على الإدلاق بصوتك خليك حريص على المشاركة في هذا العرص الانتخاب الكبير لأنه أعتقد النادي الآلي حق عليك أنك تشغل نفسك ساعتين ثلاثة لغاية النادي خصوصا أنه إدارة النادي لإدارة التنفيذية سهلت كل إجراءات الإنعقاد سواء من خلال الخيمة الكبيرة المعدة لذلك أو من خلال وسائل الانتقال للنادي من الفروع المختلفة أو في تخصيص صاحات الانتظار الكافية لسيارات السادة الأعضاء شارك في الجمعية العمومية وبارك لأعضاء النادي الأهلي على هذا الوعي الكبير وهذا الحرص على أداء رسالتهم لناديهم حالة النهاردة الحلقة الأخيرة في الأهلي ينتخب هيكون فينا معنا جزءين الجزء الأول هنعرض لحضراتكم نموذج لعضو أهلاوي عضو في الجمعية العمومية قدم أوراق ترشيحه قدم أوراق طموحاته ولكن ما أن وجد العلاقة أو فكرة القايمة المغلقة أو العناصر الموجودة ربما يكونوا أكثر خبرة وأقدر على العطاء منه بادر بالانسحاب تقديراً للمجموع في التزام أهلاوي رائع جداً أعتقد استحقت تحية الأستاذ خالد عبدالقادر كما هيكون معنا في الجزء الثاني النهاردة الدكتور سعد شلبي الموديل التنفيذي اللي نادي عشان يقول لحضراتكم إيه اللي هيحصل يوم الجمعة الرقادة هيمشي خطوة خطوة إزاي كل التسهيلات كل الترتيبات الجزء الثاني مع الدكتور سعد شلبي لكن بعد الفاصل هنستقبل للأستاذ خالد عبدالقادر النموذج الأهلاوي الذي يستحق كل التحية بعد الفاصل أهلاً بحضراتكم من جديد ومسك الختام في الأهل ينتخب حاولنا في أيام الصمت الانتخابي استعراض في كل حلقة نموذج من النموذج الأهلاوية المضيئة جداً لكن الحقيقة كان مسك الختام مع الأستاذ خالد عبدالقادر اللي أنا شخصياً لما اسمعت الكابتر محمود الخطيب في أكتر من ندوة بيتكلم عليه ما استوعبتش كل كل كلام إلا لما تحدثت مع الأستاذ خالد قبل ما نطلع الهواء أستاذ خالد أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً وسهلاً يا فندم فرصة عيدة جداً إحنا سعداء بحضرت جداً ده أنا الأسعد وشرف لي أن أنا بقى موجود في قناة الأهلي يمكن لو سمحت لي طبعاً في قناة بيتي طبعاً فأنا فخور جداً أنا مع حضرتك النهار طبعاً إحنا سعداء جداً بينمزج تقدير العطاء الحقيقة لأنه الزاتية بتغلب على قرارات ناس كتيرة جداً لكن لما كابتل محمود الخطيبي يتحدث بهذا التقدير عن حد فلازم أنه أفعنده شوية قول لحضرتك العلاقة مع النادي بدأت إزاي طبعاً العلاقة مع النادي بتدت زي يعني مش عايزة أقول 99% من المصريين ولكن بتبتدي والواحد طفل أنا موليد 72 أنا موليد 72 بيطلع يتفرج على أهله شغفين جداً 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 بفرقة معينة ومصر كلها بتحب الكرة ويمكن كمان الجديد دلوقتي أن البنات كلها في مصر بتحب تلعب كرة في سن صغير وأنا والدي الله يرحمه يعني كان بالنسبة له النادي الأهلي ده يعني حاجة كبيرة جداً جداً كان عنده كابتن صالح سليم الله يرحمه الله يرحمه كابتن محمود الخطيب فكان ما بيبقى مطش الأهلي بتلعب هو فاتح التلفزيون وفاتح راديو وبيسمع الراديو عشان يسمع المعلق بيقول إيه ليقول كلمة مش مظبوطة على لعيب من اللعيبة فيبقى منهار جداً يمكن فيه قصة ظريفة أن أنا جوزت مراتي ملهاش طبعاً في الكرة خالص هيلعيب التنس وبعدين وقفة مع ابني صغير بتلعبه ووالدي بتفرج على مطش وبعدين ما راح لليته بيسجد فهي مش مدركة هو بيسجد ليه هي افتكرت في حاجة مش طبيعية طبعاً فحصل هرج ومرك فاكتشفت أن فيه جون دخل فوالدي بيسجد لربنا أن الجون دخل فدي بداية علاقتي بنادي الأهلي بدايتها سجدة بدايتها سجدة وطبعاً سريخ انت بتتفرج عن مشطة الأهلي آه يعني والدتي بتبقى الباب ينهار ومجدودة والدي سعيد كلنا هو مصدر فخر سعادة انتماء طبعاً ونقطة كبيرة جداً 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 خلق طموح في سنه صغير جداً وقدر على ضحية طموح لأنه ده نموذج ما نبص على النادي الأهلي نموذج يعني معقد جداً جداً بالرغم من سهولته أيوة فهنتكلم أكيد على الكلام دا لكن ملهم بشكل كبير طبعاً بلا شك ملهم ملهم بكيانه أيوة ملهم بفترات تاريخ النادي الأهلي صحيح والمواقف اللي النادي الأهلي لأن النادي الأهلي عنده التزامات كتيرة جداً مش مجرد أنه نادي رياضي ولا اجتماعي عنده التزامات يعني أنا يمكن بسميها التزامات وطنية كمان وعنده على مدار السنين مبادئ واضحة جداً 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 يمكن اللي مش أهلاوي بيستهربوا واحنا ليه يعني كلمة المبادئ قوي دي عندنا بالدايقهم لا ليه مهمة قوي ليه هي بتحكم علاقتنا في كل حاجة أيوة ولكن احنا بنقول البني آدم بيحكمه في الآخر ايه المبادئ بالزبط سواء هو بيشجع نادي بيشتغل الوظيفة في شركة بيربي ولاده بيختار شركة حياته بيختلف مهم جداً جداً حكم الأمور لأن احنا دايماً بنقول مرضود بقى أرجع الأمر الناس بترجع الأمر للمبدأ والعقل والتعارف اللي احنا ادخلان عليه الحاجة الثانية طبعاً ان انا لعبت الكرة طايرة آه ده مشوار بقى الرياضة فده مشوار رياضة آه لعبة طبعاً يعني بنيت فيها أجمل سنين عمري ويمكن الرياضة والنادي الأهلي أثروا في حياتي العملية جداً 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 أثروا في حياتي الزوجية أثروا في حياتي أنا بربي ولادي ازاي بتعامل مع صحابي ازاي لأن الموضوع مش موضوع أن حراج بتنزل تروح تتمرن وتلعب بطولة وتكسب وتروح احنا في مجال الرياضة يعني حراج بتسألني على حاجة أجمل سنين عمري هاي السنين دي فترة الرياضة جداً وطبعاً صداقات عمري كلها لقد طيرة في النادي ما شاء الله يعني طبعاً 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 وصداقات طبعاً الإنسان يعني 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 محمد مصلحي دولاتي هو مدرب نادي الأهل محمد مصلحي طبعاً ده صديق عمري هو محمد عبد الكريم ياسر عبد المنعم حمدي صافي أيمن رشدي ربنا عيش فيه طبعاً أيمن الحمد لله الحمد لله تعافى تعافى بسلام لأنها كانت عملية خطيرة جداً والحمد لله خرج بقى الف سلامة ويمكن اللحظات دي هدرك بتشوف بقى يمكن مصر كلها وكل صحابه الأدام من اسكندرية ومن القاهرة حواليه فطبعاً الرياضة حاجة مهمة نعايز بس محمد مصلحي بالذات محمد كان من من أكتر النماذج في جيلنا التزاماً وحباً وشغفاً وهو بالفرقة العظيمة اللي معاه في التاريخ يمكن للأربع سنين اللي فاتوا ويمكن أكتر من أربع سنين محمد يمكن حقق رقم تاريخي فأكتر عدد فوز بطولات في العالم في فرقة كرة طائرة فدي إنجازات يمكن للنادي والمجلس الإدارة اللي موجود وللعيبة اللي موجودة ومحمد وبصراحة جمهور لأن فيه جمهور كبير للكرة الطائرة يمكن الناس مش حاسة بكده بس عندنا جمهور كبير فطبعاً علاقتي بالنادي علاقة وطيدة جداً 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 لما ببص على السيرة الزاتية اللي أستاذ خلالد عبدالقادر ألاقي برضو فيه تنوع عادي خريك تربية رياضية مظبوط ومعيد في كلية التربية رياضية مظبوط ثم اتجهت الاتجاه التكنولوجي والمايكروسوفت ووصلت لمدير مايكروسوفت ومصر ماذا كده؟ مظبوط واتجهت كمان لعمل في الرقمانة خاص مظبوط يحكي لنا على هذا المسار المختلف طبعاً أنا دخلت كلية تربية رياضية حباً في الرياضة مش حباً في التعليم لأن أنا كنت ساعتها بلعب وفي منتخب مصر وحركت أعلم طبعاً إن إحنا وخدت أمم أفريقيا كماناً خدنا الحمد لله أمم أفريقيا والأععاب الأفريقية كان مصر بقى لها 17 سنة ماخدتش البطولة الأولانية و25 سنة ماخدنش بطولة وكان يمكن العماد الرئيسي في المنتخب حركت لو بصيت على المجموعة اللي كانت موجودة كان معانا مجموعة جميلة جداً من أنديت مصر كلها ومن الأقاليم الجميلة جداً ودي صدقات العمر برضو ولكن كان فيه مجموعة أساسية من النادي الأهلي نعابنا في رئيس ناشئين موليد 72 دي بنكسب مخسرناش لمدة 6-7 سنين اللي يمكن بطولة واحدة وكان عماد المنتخب يمكن من لعيبة النادي الأهلي ولعيبة جميلة في نادي الزمالك ونادي الترسانة ونادي نوادي سموحة وسبورتين كان منتخب جميل جداً دخلت كل التربية رضية خلت كل التربية رضية بالدوافع الرياضية علشان أتفرغ وكان عندي حلم أن أنا أحترف لعيب أحترف كرة طائرة لأن كنت شغوف جداً جداً باللعبة دي وبعد لما دخلت الجامعة طبعاً والدي كان بالنسبة له ده صدمة كبيرة جداً جداً هو كان مقتنع أن أنا لازم أبقى وزير دكتور مهندس كان شايف برض فيك حاجة أمسيس خيال طبعاً هو مثل الأعلى ربنا يرحمه ويغفر له وهو يمكن أن كل حاجة أنا أرجحها لولدي والدتي هم أساس كل حاجة هم أهم حاجة في حياتي ربنا يرحمه ربنا يخليلي أمي طبعاً ربنا يحب أحمد الله أن أنا تميزت وتعينت معيد في الجامعة وكان ساعتها عميد الكلية دكتور كمال دارويش من نديل والصحة وهو بصراحة كان بيحبني جداً وكان فخور أن فيه لعيبة دولية متفوقة علمية وهم معيدين في الجامعة ولكن أنا ما كنتش شافي أن هذا الطريق اللي أحبب أن أنا أكمل فيه وعشان كده بدأت أتوجه توجه تاني في العمل شغلي بطريقة مختلفة ويمكن بعد سنتين ثلاثة التحقت بشركة مايكروسوفت وشركة مايكروسوفت طبعاً شركات العالمية اللي موجودة وليها مكتب كبير جداً هي الشركة بنفسها اللي فاتحة في مصر ودخلت الحمد لله يمكن دخلت في مبادرة من المبادرات اللي الشركة بتطلقها مع الحكومة المصرية كانت أول مبادرة بتنفذ برا الولايات المتحدة الأمريكية كان اختاروا مصر وكان ليه الحظ طبعاً أن أنا كنت مسؤول عن المبادرة دي وهي مبادرة للتعليم كانوا مسمينا شركاء في التعليم أنه كيف نقدر ننمي قطاع التعليمي عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات عشان هدفنا نحسن المخرج التعليمي وبيل جيتس جي مصر لأول مرة في تاريخه يزور المنطقة ويمكن كان حظي أن أنا كان لسه بقالي فترة صغيرة جداً وناس بقالي 20 سنة في الشركة أن أنا ولازم بيل جيتس أن أنا أعمل له البريفنج أو أدي له شرح وافي لاجتماعاتنا اللي هتتم في الحكومة في وزارة التربية والتعليم وإطلاق المبادرة طبعاً الراجل ما بتقابل الشخصيات دي في حياتك بتتعلم وبتسمع وطبعاً دي شخصيات ملهمة في الحياة تدركت طبعاً بقى في مايكروسوفت بعد كده أن أنا بقيت مسؤول القطاع ومدير القطاع الحكومي بعد كده اشتغلت مسؤول القطاع الحكومي والتعليمي والمسؤولية المجتمعية لأن طبعاً الشركات الكبيرة دي بيبقى فيه جزء كبير للمسؤوليات المجتمعية وإزاي تقدر تنمي المجتمع مش بس كله تبقى هدفك ربحي وتجاري وبعد كده الحمد لله أن أنا يعني تم اختياري لأن أنا بقى مدير عام شركة مايكروسوفت مصر وعدت طبعاً 8 سنين وكانت برضو من السنين الجميلة والمميزة جداً جداً ثم انطلقت من خلال مايكروسوفت لشركة خاصة بك خروجي من مايكروسوفت كان خروج صعب جداً جداً لأن أنا بحب الشركة جداً وهما الحمد لله بيحبوني جداً ويمكن قضيت برضو سنوات جميلة يمكن إحنا على مدار الثمان السنين اللي كانت مسؤول فيها مع فريق العمل في مصر إحنا كسبنا أفضل مكتب لمايكروسوفت في العالم في الميرجينج ماركتس في العالم كله تلات سنين واربعات ودي حاجة ما حصلتش في تاريخ مايكروسوفت خالص وأنا أرجع الفضل ده لفريق العمل وكمان لتعملاتنا وشراكاتنا مع الحكومة المصرية والشركات اللي موجودة في مصر كان فيه رغبة حقيقية للشراكة عشان نقدر نساعد الشركات دي كلها فطبعا مايكروسوفت دي كانت فترة لما خرجت بصراحة كان بداية كانت مقابلة مع سيادة الرئيس الجمهورية إحنا كنا في مجموعة نهاردة الصبح أنا كنت بتكلم على موضوع ده في اجتماع إن رئيس الجمهورية كان مهتم جدا بريادة الأعمال والشركات الصغيرة المتوسطة فقابلنا سيادة الرئيس في مجموعة من 8 أو 9 أشخاص في سمية مجموعة شباب المبدعين وطبعا أنا ما كنتش ولا مبدع ولا شاب ولكن كان معانا شباب مبدعين وإحنا كنا يعني بنعرض على سيادة الرئيس الأفكار الملهمة والشركات اللي موجودة في مصر اللي بتصدر وعندها أفكار خارج السندوق ده عصف زهني بقى فهو طبعا وانت عاد معاه بيبقى عصف زهني وعصف عاطفي اللي انت بتخرج بالزبط أكنك في استاد القاهرة 100 ألف مشجع بتبقى عايز تخرج تشجع مصر تقول النشيد الوطني لأنه هو ملهم جدا وكان هو اتكلم في كذا نقطة ونقطة السين اللي اتكلم عليها الشركات الصغيرة المتوسطة وابتدت رحلتي مع تطوير ودعم وتمكين الشركات الصغيرة المتوسطة قبل ما أخرج مايكروسوفت إن دي الفكرة اللي أنا حابب جدا أخرج عشان وخرجت وأنشأت شركة اسمها كليتك وشركة الحمد لله مهمتها الرئيسية تمكين ودعم الشركات الصغيرة المتوسطة بالتعاون مع مؤسسة كثيرة زي البنوك بنك مصر مؤسسات حكومية كثيرة جدا ومؤسسات قطاع خاص ويمكن قدرنا إن إحنا نجذب مستثمرين من الولايات المتحدة ومستثمرين من بلاد تانية ودي قصة إحنا فخورين بها أن نتبقى شركة مصري طبعا كل الشغالين مصريين بفكر ابتدى مع قيادة سياسية وبنتبق ده واخدين دعم قوي جدا جدا لأن اللي برضو شايف الفكر ده ومؤمن به جدا جدا وبينفزه طبعا سياسة مجلس الوزراء بالكامل بس كمان البنك المركزي فمعالي محافظ البنك المركزي مهتم جدا بتنمية وتطوير الشركات الصغيرة المتوسطة وهتلاقي الدولة بالكامل فيه برامج كتير جدا 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 لتمكين ودعم الشركات الصغيرة المتوسطة ده التوجه اللي جاي كمان وتعمل فيه هو بس الناس كتيرة مش ممكن ما تبقاش لمسة لأن ده بيحتاج بالزبط زي بالزبط بتبني عمارة ففيه انفرستركتشر ففيه حاجات كتيرة إنما طبعا الشركات دي احنا لازم نلحقها لأنها ما تستحملش تستنى الشركات دي مهتمية بحلول سهلة وبسيطة حلول تتماشى مع احتياجاتها ومتطلباتها وحلول ذات عائد مغري جدا استثماري ودي الشركة وده النموذج أنا سابل أستاذ خالد بيتكلم ومؤكد أنتم زي مستمتعين بهذه التجربة وهذا النموذج فيه كتير من تدفق النجاح فيه كتير من الطموح فيه كتير من استلهام تجارب كتيرة جدا فيه كتير من الحرصة على النجاح حتى وإن كانت تضحية بموقع عمل كبير جدا لكن لأهداف تانية جانبية كبيرة أيضا ده نموذج ثاري جدا لكنه سيد خالد خلينا نروح للنادي الأهلي أنت بعد مسيرة عطاء كلاعب ولعب دولي ولعب كبير ثم مسيرة عمل خاص نجحة جدا وملهمة للشباب فكرت ديه وإزاي في الترشح لمجلس دارة النادي الأهلي أنت كان لك محاولة قبل كده أو تجربة أولا أولا أنا مش عايز أتكلم باللسان حد بس أنا بتخيل أن كل أهلاوي داخل النادي الأهلي عنده طموح أنه يبقى في مجلس دارة النادي الأهلي طبعا وطموحه ده نابع بذلك ما يكون عنده فكر عايزي يديه أكيد وهو ممكن يبقى عنده طموح بس مش بالضرورة طموحه ده معناه أنه يصلح آآ بالظبط يعني أنا ممكن أحلم ممكن عندي طموح ده شارعي جدا 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 أنا شايف نفسي أحصل واحد آآ وشارعي بالظبط جدا إنما هقدر قدي ده ولا لا قدي فأنا عندي طموح طول عمري إن أنا إزاي أبقى موجود في مكان يقدر يساهم في تطوير وتنمية النادي الأهلي آآ وهنا كلمة تطوير وتنمية النادي الأهلي يمكن تاني النادي يمكن ده اقتناعي أنا الشخصي ما بيقفش على أي حد طبعا نهائي ما كانش عاشت بالوقت بالقيمة دي ولا لعيب ولا مدرب ولا إداري صحيح ولا عضو مجلس إدارة صحيح ولا باحترامي طبعا لكل الكربة غير والآله بينمو آآ إنما هو الكيان وهو ده حرارك لما تبص من بره تحس إن فيه آآ يعني يعني ناس كتيرة بتعمل حاجات كتيرة على مدار السنين كل واحد له بصمة ودي اللي احنا بنسميه عندنا اللاجسي آآ إن ده اللاجسي الشخص إيه تاريخ الشخص إيه على قد عطاءه على قد محجم اللاجسي وتاريخه لأن نادي الأهلي أعضاء الجماعية العمومية الجماهير حتى اللي مش أهلوية ما بينسوش أبدا اللاجسي بتاعة محبي أو القائمين داخل النادي فتلاقي حرارتك على حجم عطاءك على حجم أنت معروف داخل المؤسسة داخل النادي وداخل الجماهير تقديرك بحجم عطاءك طبعا ويمكن طموحي إن أنا بقى موجود داخل مجلس إدارة النادي الأهلي لأن عندي غيرة إن أنا حاسس إن أنا ممكن أعمل حاجة وساعد ولأن أنا شايف حركة جامدة وبعدين أنا بحتك طبعا بنماذج كتيرة جدا خارج مصر وبحتك بناماذج اقتصادية كتيرة جدا جدا والرياضة تطورت جامد جدا فبقيت مؤسسات اقتصادية فأنا بقاعد شايف عارف حركة ما تبقى لعيد كورة تقيل جدا تفرج على مطش الأهلي وتلاقي فيه فرصة فبتبقعت وليه كان لازم يعمل كده نفسك بتحرك رجليك تحرك كراسك بس في نفس الوقت الموقف مختلف لأن اللي قاعد جوه المطش الظروفه مختلف عنوان قاعد مستريح فمهم ان انا فكر نفسي انه طموحي ده ما تحولش النقط طموحي ده ما تحولش لان انا اغلب يعني الرغبة او اغلب مشاعري عن عقلي ومبادئي واللي انا تربيت عليه لان ده عملية سهلة جدا تقع فيها من كتر الطموح وحبك اللي مالوش اخر لان كل ناس بحب النادي فيش حد من اللي انت بنتكلم عنهم كلهم محبش النادي جدا هو الفرق سعب الشخص بيترقص اللغة الكورة كده ويرجع يكسف فاحنا مش عايزين نوصل من حد يترقص ويرجع يكسف عايزين نلحقه قبل ما يترقص فتاني انا كان مهتم جدا ان انا طبعا اخش المرة الاولانية والمرة الاولانية طبعا يعني مع كابتن محمود طبعا يعني كنت صريح جدا ان انا ظروف عملي كنت بسافي كتير جدا وكان فيه احتمال كبير حتى ان انا تنقل خارج مصر طبعا النادي لايدي ده عايز ده عمل تطوعي وعمل فيه التزام عايز حد يبقى مركز كويس جدا جدا على المسئولية اللي هو داخلها ده مش مكان لوجاهة ولا منصب ولا الكلام ده كله لانه مش هيكمل وهيتكشف بسرعة جدا جدا فانا مقدرش كنت اخش في مكان الا انا متطمن ان انا عندي من الوقت ومن العقلي ان انا اقدر اقدي الدور اللي انا بتمنيه واللي بطلبه كابتن محمود لانه طلباته طلباته كتير يعني انا مش عايزة اتكلم دولاتي على الكابتن محمود بس هو عنده فكر وعنده طلبات وعنده حاجة واضحة جدا فلازم تبقى انت جاهز المرة دي يمكن وضع مختلف بقى في الانتخابات دي لو حارك حابب نتكلم عليه اتقدمت او الناس عارفت ان الست خلد عبدالقادر اتقدم للترشيح ثم حدث قرار بالتوقف انا هعرف منك اللي حصل بس قبل ما نعرف ده نشوف الكابتن محمود الخطيب نفسه اللي عن هذا النموذج ولازم اتكلم بقى هنا على موقف حقيا برح مع انه انسان ما اشتغلش في النادي خالص هو ابن النادي ولعب في النادي ولكن انسان خلاني اشوف قيمة الحياة وقيمة الاصول وقيمة الاخلاق العالية جدا جدا الاساس خارد عبدالقادر خارد عبدالقادر من الشخصيات اللي الحقيقة مكسب لأي مكان خالد حاجة رؤى وافكار ونجاح في اعماله يفيد جدا فيه ناس بتأثر انها برؤيتها وافكارها خالد من النوع ده وخالد في اي مجال مش بس فعلا انه هو فعلا انسان ناجح مع انه انسان ناجح كنت اتمنى انه يكون موجود لقيته بمبادرة فيها من عنواع يعني الحقيقة اللي مش حاجة الشهامة الخلق الطيب انه الراجل جيه عايزة معك كابتن بفضل يا خالد وخلو باكوة ده كان من اول الناس عندي فقال لي انا كابتن انا حاس بكذا كذا وانا الحقيقة يمكن كل اللي موجودين عاشوا الفترة وعندهم خبرات جوا النادي اكتر مني شوية فانا تقديرا للمواقف ده انا باعتذر وانا مش حاوز اكمل عشان ادي الفرصة للزملة التانية وانا معاكم ومع القايمة وانا تحت امر النادي في اي وقت النادي محتاجيني فيه انا مع النادي الاهل انا كنت يعني الحقيقة حزين ان هو مش موجود وفي نفس الوقت سعيد ان انا شوفت يعني رؤية بهذا الشكل او شخصية بهذا الشكل ان هو اقول ده واحد ابن النادي وهاجل الكلام دوت على ابناء النادي ضحه كتير لكن ده راجل ابن النادي بس ما دخلش مجل الزهرة خالص واحساسه الشخصي بس ان هو يعمل ان هو من انواع الاستقرار اللي هو النادي الاهلي يهمه جدا يكون دايما في القايمة بتاعته فيه استقرار وفي عمله في منقشاته وفي اجتماعاته فيه تجانس وفيه استقرار فانا بشكر خالد جدا استاذ خالد الحياة اللي يعرف الكافة المحمود عن قرب يعرف انه مبدئين ما بيجاملش ثانيا هو بينتقي الفاظه وتقديراته وتقييماته بدقة لانه بيشعر بمسئولية في الكلمة دي حقيقة هو حزين جدا ان هذا النموذج ما يبقاش موجود وسعيد جدا ان هذا النموذج بيقدم فكرة مختلفة وبيقدم تغليب للمصلحة بتاعت المجموع وفي نفس الوقت بيقدم استعداده انه يخدم الاهل من اي موقع انت عيشت اللحظة دي ازاي واللي حصل فيها ايه اولا يعني يعني الحمد لله على السلام كابت محمود الخطيب الناس ما حستش بفترة عصيبة جدا جدا في وقت هو تعب فيه وبرغم ان هو تعب انا زورته طبعا في المستشفى ويمكن هو بيقول انا كنت قاعد ولازم والدكتور لازم وممنوع الزيارة وا 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 بس هو كانت اجتماعات مغلقة ايه يعني هو كان حاجة طبعا شغل 14 ساعة كان الوقت ديق خلاص وقت ديق بس يعني انا اتعلمت على مدار حياتي مهم جدا انك تاخد بالك من صحتك وتاخد بالك من نفسك عشان تقدر تدي للي حواليك ساعات من كتر ما بتدي للي حواليك انت بتنهج اه طبعا فان نقدرش تدي افضل دي نقطة يعني يعني كابت محمود بيشوف ان هو كتير جدا جدا بيجي على نفسه من الجزء ده ولكن هو سعيد فطالما هو سعيد احنا كلنا مبسوطين انا اللي حصل ان فعلا انا تقدمت بأوراقي ان انا ترشح وزي ما قلت الحرك ده كان حاجة سعيد جدا 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 ومبسوط جدا وعندي طموحه طاقة كبيرة جدا شايف ان نقدر ان شاء الله نعمل حاجة وبعدين عرفت ان نتيجة الظروف ان فيه تمانية فوق السن طبعا الانتخابات فيه سبعة فوق السن واثنين تحت السن وطبعا المراكز الرئيس ونائب وامين صندوق ففي الموقف ده يمكن على طول انا عدت افكر هو المصلحة العامة ايه ان دلوقتي احنا تمانية ما حصلش في تاريخ النادي خالص كان باستثناء مرة سنة اتنين وتسعين اتنين وتسعين اتنين وتسعين ان فيش حاجة اسمها قايمة مفتوحة اتنين وتسعين كانوا سبعتاشر راحل اه طبعا حرك ما شاء الله لا هي ديت اصل الكابتن صالح كان يعني اخذ انتخابات اه التكملية بعد الكابتن وحش ورجع في ديسمبر في اتنين وتسعين المجموعة اللي كانت مرشحة قبل كده رجعت اه والجداد اللي مع الكابتن صالح فبقهم فيه سبعتاشر واحد ما قدروش يختاروا فيما بينهم فقالهم ننزلوا الكل ورفعوا شعار الاهلي فوق جميعا اه يعني كلنا مع بعض بس اللي الاهلي هيختاروا ده فوقنا كلنا ودي المرة الوحيدة في تاريخ النادي الاهلي بالظروف الحركة بتحكيها اه انما احنا مش عايزو العرف اللي تم الاتفاق عليه بصورة اه على مدار التاريخ ما انتا الاتفاق مش بشرط خالص القبول انا ممكن ابصر حضرتك ويبقى فيه قبول ونقبل احنا الاتنين في حاجة معينة على مدار فيه قبول تراكمي ايوه من الجمعية العمومية استقر العرف عليك كبول تراكمي من رموز النادي كبول تراكمي من محب النادي وكبول تراكمي من الرئيس اللي بيجي يترشح للنادي الاهلي ان فيه قائمة مغلقة ليه قائمة مغلقة هدف القائمة المغلقة وده مش ان انا المفروض اتكلم على الكلام ده بس انا من وجهة نظري ان انت النهاردة ده عمل تطوعي عمل تطوعي ده بيبقى هدفه الاسمة النادي الاهلي مصلحة النادي الاهلي هو ده كلنا فمش هنقضيها في الصرعات فاحنا ده هدفنا فما يبقى عندنا قائد او رئيس في عمل تطوعي بيختار مجموعة معينة المجموعة ده بيتهم التوافق عليها قبل ما نروح للرموز وقبل ما نروح لاي حد ان الرئيس المكلف بإدارة الفترة مع فريق العمل عنده رؤية الرؤية دي لازم تحقق زي فريق الكورة اي انا ممكن النهاردة عندي ميسي وعندي رونالدو وعندي مين انا بلعب بخطة ايه ازاي وظف دول وايه كمان النقطة المهمة جدا تميزي وايه احتياجي الفترة اللي جاية باختار الافراد فمن حق المسؤول عن القائمة انه يعمل كده لانتاني ده عمل تطوعي فالصراع في التطوع للخدمة اي الصراع في التطوع مش للمنصب دي نقطة مهمة جدا جدا انا انافس فان انا اخدم انافس ان انا اطور مش انافس ان انا على المركز لانه هو اساسه تطوعي مش اساسه ان انا داخل يعني مش في حاجة تجارية فلما حسيت بكده روحت لكابتن روحت لكابتن محمود وطبعا طمنت عليه اول حاجة وعادنا يمكن تلت اربع ساعات تلت ساعات في وقت الغاية انا حتى بقيت خجلان ونفسي ودكتور داخل دكتور حازم دخل علينا وقال له انت الدواء متأخر ولازم تاخده فقال له معلش انا عايزة فانا قلت له كابتن محمود انا فكرت كويس وشايف ان المصلحة للنادي الاهلي والمصلحة ان انا ما انسحب وان انا ما كملش فهو بصراحة يعني برضو رد فعله يعني بيحطك في موقف يعني مش عايزة اقول بيسبتك تثبيت ان انت يعني تبقى سعيد بس هو كان مدق جدا وقال انا كنت حزين ان انا هفقد يعني وجود حد زي كده في المجلس هو عمره ما هفقدني ولا النادي عمره ما هفقدني نهائي ده 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 وعلى مدار الاربع سنين اللي فاتوا ده وهو متأكد من كده وانا متأكد من كده فطلب مني ان انا افكر تاني وطلب مني ان ليه فكلمت وقلت له انا اما روح تقدم ورائي معايا كل المجموعة المقفولة وروحنا مع بعض الناس راح تلاقون بس يوم الاخر يوم كلنا كنا متواجدين مع بعض الحجد اللي موجود والارضية او التواجد الناس اللي موجودة السبعة لتانيين الأفاضل الناس دي موجودة وبتقضي وقت طويل جدا وعندها كناكش مع الاعضاء وفاهمين مشاكل وعندهم خبرات موجودة قبل كده فلقيت ان هو مش من الاصلح ان احنا ننزل تمانية عشان نختار سبعة فطلبت منه قلت له انا مش شايف ان ده مناسب واعتذرت وقالي طب فكر وترد علي بكرة فوصلنا مع بعض مش محتاجة تفكير لان هو طبعا على اتفاق معي وانا على اتفاق معي ان انا موجود هي مش فرقة اي حاجة خالص انا جوه السبعة ولا التمانية ولا التسعة انا مع النادي اللي النادي يحتاجه هو ده اللي احنا كلنا محبوظ نقوم به ده النموذج الكابتن في كل ندوة تقريبا تسمعوا انه عنده تقدير جدا للموقف نفسه لانه انت حضاك بتقول اولا ده عمل تطوعي سنين الكل بيتسابق عشان يخدم النادي لكن لما حد يقدم مصلحة المجموع عن مصلحته او حتى عن طموحه على حساب طموحه الشخصي فده نموذج يستحق كل التحية والتقدير رباني خلي حركك وكابتن محمود بديني يمكن حاجات اكتر من حقيق ده بص يعني في النهاية لازم ان تقدر الحاجة الصح للحقيقة هو برضو احنا احنا تربينا في النادي برضو يعني احنا بنشوف امثل هو خالد مرتاجي عمل ايه المرة فتت وكابتن محمود اتكلم على الموضوع ده على فكرة كان قعد مكان حضرتك من يومين الستاذ براهيم الكفراوي براهيم طبعا جميل فبيقول انا كابتن لما التقيته في المستشفى نفس الظرفة اللي حتى تتكلم فيه قال لي انا مش محتاجك في المجلس الدورة الجاية فبيقول انا اتصدمت طبعا قال له انا بفكر فيك في حاجة تانية انا محتاجها وشايف خبراتك وبعدين قال له انا تقييمك ان انت واحد من اكتر الناس اللي قدت في الدورة دي بس اللي جاي عايزك في بزيشها معين لصالح النادي فبيقول الرجل انا قعدت احسبها هو احنا بنردد كلام شعرات يعني هنفضل نحب الاهلي كشعار الاهلي فوق الجميع ولما تيجي في الاختبار ما تيجي علي ابدي مصلحة فبيقول انا حسمتها مع نفسي في اللحظة مدام الاهلي محتاجني في البوزيشن ده انا فيه فانت حدك كمان بتأكد ده وتترجمه تعرف حركة احنا من شوية كنا بنقول عشان تختبر قوة مبادئك تختبرها في الموقف الصعب بالزبط ما تختبرش ما تقوليش انا شجاع وانا قاعدين كلنا كده قولي انا شجاع وانا شايف طفل بيحصل له حاجة وبيقع من عمارة فانا بنط وراه عشان انقذه ممكن ما تبقى الشجاع ممكن يبقى قرار اهوج بالزبط ولكن الشجاعة او المبدأ اختباره في الموقف في الاختيار والموقف في الموقف الصعب كلما الموقف يصعب كلما يبقى سباب قوة الاختبار اعلى ومبدأك اقوى اه طبعا ولكن انا عايزة اقول ايه برضو عشان انا مش عايزة يعني ساعات الانسان مش عايزة اقول غصبا عنه لأن ده تركيبة الانسان بيغلب الطموح وبيغلب حاجات كتيرة بتحصل حواليه في اتخاذ القرار طبعا طبعا نابع من نابع من حبه مش نابع من حاجة تاني ولكن احنا بنرجع ونقول كل انسان لازم يتحمل المسؤولية طبعا يعني لو انا هغلب حبي على مصلحة النادي او المبدأ خلاص ننزل بقى تمانية ونعمل سابقة الاول مرة في التاريخ والناس تختار سبعة من نا ونبتدي احنا التمانية يعني التمانية ساعتها ايه اللي بيحصل الجماعية العمومية هي في الاخر بنتعب نفسنا بس هو للأسف او مش للأسف هو القرار مش في ايد ولا احد هو القرار في الاخر الجماعية العمومية عايزة من وانما تبص على تاريخ النادي الاهلي في سنوات التاريخ بالكامل صعب جدا تلاقي الجماعية العمومية ما قدرتش تنجح في اختيار صح الظروف اللي الجماعية بتختار فيه على مدار المجالس بالكامل بغض النظر نحب نختلف نتفق الجماعية العمومية بتختار الاصلح في الوقت ده ممكن يبقى فيه حد اصلح منه من وجهة نظرنا فانا على ثقة ان الجماعية العمومية ان شاء الله فهمة كويس جدا 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 وبتاعي كابتن محمود وايه اللي عايز يوصل بيه قبل ما اخذ من حضرك كلمة اخيرة ورسالة للجماعية العمومية قبل ان اعقد صباح الجمعة ان شاء الله الكابتن قال لا خلد عبدالقادر موجود معايا في حاجات هستعين منها للنادي حضرك طبعا عندك كل الاستعداد لخدمة النادي من اي حاجة كابتن يحتاجها او النادي يحتاجها ان شاء الله هو طبعا يعني انا بأكد تاني كابتن محمود بيحتاج للنادي هو الراجل بصراحة يعني يعني كل احتياجاته للنادي انه عنده طموح يمكن انا معلش الناس بتاخد برضو موضوع ان احنا عندنا دلوقتي اربع اربع فروع لنادي الاهلي الناس بتبص الموضوع ده ببساطة انما انا عشان عندي لغة الارقام انا مبصولوش ببساطة انا ببص عشان اقنشئ نادي ده مش مجرد مباني اه اطبعا ده فيه سيستم وفيه مدربين وفيه نظام شارب عندي من قدرة ان اخلق نظام اقدر اطبقه في مكان في فرع وسكيل من الفرع لفرع تاني بعدين لفرع تالت والتكلفة التشغيل وتكلفة الانشاء دي ارقام ملايين عشان نقدر عندنا من القدرة ان احنا نعمل الكلام ده دي عملية فيها طبعا انجاز غير عادي فيعني انا مش عايز افسح عن الافكار لانه انت عارف الكابتن الخطيب بيحب تملي بقافل على كل حاجة كابتن محمود والدورة اللي جاية اعتقد اللي يوفق فيها وياقود النادي اكيد الاتجاه لرقمنة الاهلي ده هدف اساسي طبعا هو الرقمنة لانه النادي الاهلي ايه النادي الاهلي عنده مهمة يعني ببص عليه انا بشوفه بيلبس يعني فور هاتس فيه طابق اقتصادي رياضي اجتماعي وطني انا اول ما ببص على النادي الاهلي ببص على الاربع دول وليه حطيت الاقتصادي اول حاجة لان احنا النهاردة لو ما قدرناش نتطور النادي الاهلي بمؤسسة اقتصادية تخدم طموحنا الرياضي ومسؤوليتنا الاجتماعية ودورنا الوطني مش هنقدر نقديه بالزبط بالزبط فمفتاح تقديد التلات ادوار اقتصادي اه طبعا عشان كده فكر التلات شركات ده فكر يمكن احنا الحمد لله النادي الاهلي مش اكبر نادي في مصر ده اكبر نادي في المنطقة بالزبط ونادي بيبصله في العالم انه هو عنده رياضة فالفكر الاقتصادي اللي تنميهت الموارد لازم بيقى فيها فكرة مختلف يتناسب مع اللي بيحصل في العالم ويتناسب مع طموح الجماعية العمامية طموح جماهير النادي والطموح المهم طموح لعائبت النادي لعائبت النادي عندها طموح تبقى أفضل حاجة في العالم وطموح مجلس إدارته كلمة أخيرة من المسؤس خلادي عبدالقادر للجمعية العمومية قبل الإنعاقات أنا نفسي يعني أنا المرة اللي فاتت الجمعية العمومية اللي فاتت رحت وطبعا ده مش طبيعتي بس أنا دخلت جي 35 36 37 ألف ده رقم يعني كلنا مبسوطين جدا 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 فيه وما أعتقدش أي حد كان يتوقع الرقم ده و دخلت سلمت على كابتن محمود قال لي أنت انتخبت انت جاي متأخر ليه فقلت له معلش أنا ياسف كانت ساعة عشر ورب قال لي طب انتخبوا تعالى فضلت واقف قدام كابتن محمود لغاية ساعة عشر بالليل حاجتين شفتهم غراب جدا جدا رجالة كبار صغيرين ستات أطفال انتخبوا كابتن محمود والمجموعة بالكامل أو انتخبوا أي حد تاني كل الناس عايزة تسلم على كابتن محمود بالإيد وعايزة تقول له حاجة في ودنه كويس وعايزة تصور معاه في يوم الانتخابات في ستة وثلاثين ألف وحا بغض نظر انتخب مين بس بيحب هذا الإنسان فالحب ده ناس كتير بيبص إنه قبول من عند ربنا وهو طبعا 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 بس هو مش بس قبول من عند ربنا هو مصداقية إن أنا شفت شخص فيه مصداقية شخص بقاله حياته كلها 40 سنة داخل النادي اسمعش مشكلة دايما ناجح لما بيقول حاجة بيعملها فكلمتي لجمعية العمومية إن شاء الله يوم الجمعة نفسي أشوف عدد كبير جدا 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 إن شاء الله الناس ما تتخيلش إن إحنا إن شاء الله المجموعة مع كابتن محمود كلها قايمة مقفولة وهنكسب فمنزلش لا عايزين ده يبقى صوت وصورة لكل مصر بتقول الجمعية العمومية للنادي الأهلي جاية بتؤيد فكر اللي أربع سيني الجايين مش بس موضوع إن أنا جاي أنتخب عايزين نسمع إن الناس ما بتيجي بتتحور برضو بنشوفها ونسمع ونسمع لو فيه أخطاء ونتعلم منها ده وقت للتحور مش بس التحور اللي بيتم في الندوات فأنا نفسي يجي عدد كبير جدا جدا وأنا متأكد إن أبهي يوم جميل إن شاء الله وأنا متأكد إن كل الناس استمتعت بهذا النموذج الأهلا والرائع شكرا جزيلا شكرا جزيلا للأستاذ خالد عبدالقادر عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي اللي ضرب أروع المسهل في تقديم وتغليب مصلحة الأهلي على أي اعتبار هو ده النادي الأهلي مرة تانية بشكر للأستاذ خالد عبدالقادر شكرا جزيلا هنطلع للفاصل وبعد الفاصل إيه اللي هيحصل يوم الجمعة المسألة هتمشي إزاي ترتيباتها إزاي إيه الغلط إيه الصح إيه اللي ممكن ناخد بالنا منه التسهيلات اللي تم تقديمها إزاي تقدر توصل للنادي بأفضل صورة وأسرع صورة الدكتور سعد شرب المدير التنفيذي للنادي في حوار مهم قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد والأهل ينتخب ومسك الختام عن كل ترتيبات هذا الانعقاد اللي بإذن الله تعالى يكون كبيرا وعلى مستوى النادي الأهلي وطموحات أعضائي وجمهيري صباح الجمعة انعقاد كبير إن شاء الله لجمعية العمومية للنادي لالي لهذا الانتخاب عشان كده كل تفاصيل الجمعية العمومية وهذا اليوم الأهلا والمهم كان من الضروري يكون معنا النهاردة في هذه اللحظات الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي دكتور أهلا بيك أهلا بيك يا صبراهيم وأهلا بمشاهدينك الكرام سعداء بتشريفك لينا وأنا عارف أنه دي الأوقات الحرجة والمهمة والمضغوطة عند حدثك يعني في الحقيقة زي ما حضرك قلت دي الأوقات الحرجة والمهمة لكن في الحقيقة كمان النهاردة الحلقة مهمة لأنها في الحقيقة موجهة للجمعية العمومية اللي هي العنصر الأساسي في نجاح الجمعية العمومية إن شاء الله هاجل للتفاصيل مع حضرتك من أول ما وياريت كل أعضاء النادي اللي بتفرجوا علينا يبقوا مركزين مع الدكتور سعد من أول ما حتفكر تروح النادي تعمل إيه تاخد إيه معاك هيتم استقبالك إزاي الدخول الخروج التصويت لغاية حضور الفرز إن شاء الله كل التفاصيل دي هيكون الدكتور سعد معني بها لكن خلينا أقول لحضرتك أنه وإنت واحد من أسازة التسويق والاستثمار الرياضي الجمعية العمومية زي ما فيه بنود أعمالها انتخاب مجلس إدارة فيه عرض الميزانية والحساب الختامي ولما أقول ميزانية يعني اقتصاد فاقتصاد النادي الأهلي وجمعيته العمومية إيه الربط بين الاتنين وإيه العلاقة خاصة أنه توج عمل مجلس الإدارة الحالي اللي بتنتهي ولايته في خلال هذه الساعات بجائزة كبيرة جدا جائزة الإبداع الرياضي جائزة محمد بن راشد الأهلي والاقتصاد والانتخابات الدكتور سعد شيفها زي كأساز في علم التسويق لا يعني خلينا أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا أنه لازم نبقى فاهمين مؤسسة النادي الأهلي مؤسسة النادي الأهلي ويمكن الجائزة النادي الأهلي فاز فيها بالأمس وأعلن عنها في مدينة دبي هو أفضل مؤسسة رياضية عربية في الحقيقة فأي مؤسسة في الحقيقة لازم تبص على شكل صناعة القرار فيها عشان تبين قوتها الاقتصادية لازم تشوف صناعة القرار فيها مشيا أزاي فرأس صناعة القرار في أي مؤسسة رياضية عملاقة بحجم النادي الأهلي تكون جمعيتها العمومية. فهنا الجمعية العمومية. التأثير الاقتصادي بتاعها هو العنصر الأساسي في ضمان نجاح العمليات الاقتصادية. بمعنى إيه؟ بما يتميز النادي الأهلي عبر تاريخه. ليه النادي الأهلي. أسئلة بتطرح. ليه النادي الأهلي بيأخذ أكبر عقود تسويقية وتجارية. ليه النادي الأهلي في هذه الدورة كان عنده تلات عقود تسويقية يعني رئيسية. الرعاية والبس. والعقود الخاصة بتوريد الملابس الرياضية. ليه بقوا م 14 عقدي تسويقي. ده لازم. الأسئلة دي لما تيجي تسأل أي اقتصادي مهم يقولك استقرار وقوة القرار في النادي الأهلي اللي جاي من الجمعية العمومية. لما تيجي تقول للناس صناع القرار الاقتصاديين أو صناع القرار في مجال التسويق الرياضي تحديدا. تقول له أنا عايز أتعاقد مع النادي الأهلي لمدة أربع سنوات. هيسألك مجموعة من الأسئلة. الاستقرار الإداري شكله عامل إزاي في النادي الأهلي. فهتقوله بكل قوة النادي الأهلي عنده قوة استقرار إداري جاية من جمعيته العمومية. اللي حريصة أن هي تنتخب مجلس إدارة بتفوضه من الجمعية العمومية بإدارة شؤون النادي. فبيبص للرقم بتاع التصويت ده. أنا كراجل بقى بتاع اقتصاد كده. أبص الجمعية العمومية وحللها. أبص الجمعية العمومية بحجم النادي الأهلي 200 و 4 ألف عضو. لا. ده موضوع مهم جدا. لازم تشوف مدى تجانس الجمعية العمومية دي في صناعة قرارها. هل في الجمعية العمومية مش متفقة على قيم معينة بتحمي بيها هذه المؤسسة. ده لازم أشوفه بشكل كويس. طيب حجم التصويت لتفويد مجلس الإدارة بصناعة القرار الاقتصادي. ما هو ده قرار اقتصادي. انت بتاخده. فبتشوف إن ما يبقى عندك جمعية عمومية. اختارت المجلس الحالي بقوة تصويتية 36 ألف صوت. ده معنا بيديلك حجم التفويد اللي خده مجلس الإدارة. وبيديله تمكين. تمكين القرار الاقتصادي والتجاري جوه. النادي لمدة أربع سنوات. لإن أنا النهاردة ما أقدرش أعمل عقود تسويقية غير مستقرة. لإني بدق استثمارات. فأنا النهاردة لما بص على الشكل العام. فبالتالي التأثير للجمعية العمومية ده يمكن الناس مش واغدة بلها أن النجاحات الاقتصادية في النادي الأهلي في الحقيقة جزء أصيل منها بيرجع لجمعية العمومية. ولذلك إحنا يعني كابتن محمود لما بدأنا نفكر ويمكن كان فيه مكالمة تلفونية بيني وبين حضرتك. وده يمكن نسر بنقوله الأول مرة أن حضرتك قلت لك كابتن محمود قال لك أنا عايز كل الوسائق اللي بتؤكد على تناولاتها وسائل الإعلام عشان نروح نترشح لجائزة محمد بن راشد وتم تشكيل فريق العمل بقيادة كابتن محمود كان هو عارف إحنا راحين لفين. وكان هنعمل إيه والملف ده هنتم التخطيط له. أحد عناصر هذا الملف هو مدى مسندة ومساعدة الجمعية العمومية في صناعة القرار الاقتصادي داخل النادي الأهلي. فإحنا كتبنا في وصائقنا أن الجمعية العمومية بتنعقد مرة سنويا وهي أعلى سلطة وفقا للنظام الأساسي وبيشوف كمان بقى حجم التمكين القانوني اللي موجود في النظام الأساسي. على فكرة دي كلها وصائق إحنا أرفقناها في الملف. فالجمعية العمومية بتاعت النادي الأهلي هي السر السحري لقوة العلامة بتاعت النادي الأهلي. بالإضافة لجماهير النادي الأهلي اللي هو الأصل اللي موجود خارج أسوار النادي الأهلي اللي بيدي لك حجم التدفقات المالية الكبيرة الضخمة. فهنا جمعية عمومية قادرة على صناعة القرار. وبالتالي هنا كمان إيه؟ الجمعية العمومية لما بتصنع قرار الأصلح. الأصلح بيدي قوة لنزاهة العمليات الاقتصادية داخل المؤسسة. ده موضوع تاني. طبعا. فانت داخل على مؤسسة عارف أن عندها معدلات من النزاهة والشفافية في إدارة عملياتها التجارية لأنها عندها سلطة بترائبة وهي الجمعية العمومية. فالجمعية العمومية عشان كده يمكن إحنا على الرغم أن حضرتك ابتديت بحاجة مهمة جدا أنا يمكن خارج حالا دلوقتي من النادي لأن كان عندنا آخر ندوة في هذه الانتخابات ندوة كابتن محمود. وبالأمس أيضا كان عندنا في الشيخ زايد ندوة الأستاذ خالد لكن كنت حريص لأن هنا أنا كراجل بقى بتاع اقتصاد وأستاذ في هذه الجزئية ده مهم دور الجمعية العمومية هي الأمان لقوة مستقبل النادي الآلي في الأربع سنين اللي جاي. قوة المستقبل ده يمكن أنت عندك مجموعة من الشركات هذه الشركات برضو البعض بيتعامل مع الشركات على إنها شركات مساهمة وتستهد في الربع. بس تظل قوة تأثير الجمعية العمومية قائمة لأن الجمعية العمومية لهذه الشركات هي مجلس إدارة النادي الأهلي الممثل للمساهمين والملاك. وبالتالي الجمعية العمومية بتاعت النادي الأهلي تظل هي سلطة الرقابة على كل العمليات اللي بتتم. فإحنا محتاجين الجمعية العمومية تتواجد أيضا يوم الجمعة إن شاء الله القادم بإذن الله بقوة بنفس قوة الانتخابات الماضية. عشان تصنع قوة المستقبل لنجاح الشركات. طب نجاح الشركات ده هو اللي بيبعكس النجاح في أرض الملعب. يعني أنا يمكن كانت ضيف الكريم الأستاذ خالد عبدالقادر اللي احنا بنكنله كل احترامه وتقدير. في الحقيقة قال لحضرتك أساس الموضوع كله في الرياضة دلوقتي إنك أنت يبقى عندك قوة اقتصادية تقدر تعمل لك التلات حاجات التانيين. تقدر تعمل لك النجاح على أرض الملعب. البطولات اللي أنت حضرتك النهاردة زي ما حضرتك ذكرت كده الميزانية الضخمة دي. لو لم يكن امتلك النادي الأهلي ميزانية ضخمة لم يكن هناك نجاح على أرض الملعب. عشان برضو الناس تبقى متخيلة. الدواير دي بتمشي وتتركب مع بعضها ازاي. عشان تقدر تسافر بطيارة خاصة لازم يكون عندك تدفقات مالية ضخمة جدا. عشان تقدر تعمل الرعاية الصحية والطبية وتلتزم بيها. ويمكن الحمد لله لما تيجي تحلل حجم الإصابات بتاعت فيروس كورونا للعيبة النادي الأهلي تقدر تحللها وتقدر تعمل فيها معاملات ارتباط. ما بين القوة المالية اللي كانت موجودة لانك قادر توفر غرف فردية عشان عندك تمويل كويس. قادر توفر طيران خاص يمكن على الرغم من أن التحدي الرئيسي اللي واجه فريق النادي الأهلي لكرة القدم في البطولة اللي فاتت بتاعت الدوري. هو الإرهاق العنيف اللي تعرض له اللعيبة على الرغم من احنا كنا قادرين نعمل كده بقى. ما بالك لو احنا ما كناش بنسافر بطيرة خاصة في غرف موجودة. التجهيزات الطبية والفسيولوجية بتاعت الاستشفاء اللي قدر الفترة اللي فاتت مجلس الإدارة نجح في أنه يعمل هذه التجهيزات ويوفرها لفريق كرة القدم. ما أنا بدي مثال بس الكرة القدم على أساس أن الجماهير كلها بتبقى عايشة هذه الحالة والجماعية العمومية أيضا على الرغم من حرص الجماعية العمومية. لأنها داخل أصوار النادي الأهلي بتبقى حريصة على متابعة كل لعبات. فأعتقد أن نجاحات المالية الضخمة دي هي الأساس الدور الرئيسي للجماعية العمومية في ضمان قوة هذه التدفقات في المستقبل. عايزة في الأربع شركات. يمكن كنتوا بتتكلموا في الحالة عندنا دلوقتي الحمد لله أربع شركات. شركة الأهل الإنتاج الإعلامي شركة الأهل لمنشآت الرياضية شركة الأهل لخدمات الرياضية شركة الأهل لكرة القدم. وعندنا أربع أفرع المقر الرئيسي التاريخي بالجزيرة. عندنا مقر مدينة نصر. عندنا مقر زايد. وعندنا أيضا الآن مقر التجمع بالإضافة إلى المقر الخامس في الأقصر. والمقر الصفف مطروح. والمنتجع في مطروح. فالنهاردة أنت عندك مؤسسة ويمكن ده كان واحد من الحاجات المميزة للنادي. الأهلي في ملفه للترشح لجائزة محمد بن رشد. وأنا عايز أقول حاجة هنا. يمكن الشهادة اللي احنا أخدناها من الجائزة على فكرة. التحكيم اللي تم على النادي الأهلي تم تطبيق معايير التميز المؤسسي لحكومة دبي. ودي معايير معتمدة من الاتحاد الأوروبي. يعني المعايير اللي انت تحكمت عليها. هي معايير بتعكس إلى أي مدى صلابة وقوة مؤسسة النادي الأهلي. بقوة جمعيته العمومية وصناعة القرار فيه بنظام مؤسسي. ونظام يتم فيه حوكمة صناعة القرار اللي بتبدأ من أعلى سلطة. وهي الجمعية العمومية. ثم مجلس الإدارة. ثم مجهاز تنفيذي. ثم عندك بقى في النشاط الرياضي أجهسته. ثم عندك في كرة القدم أجهسته. ده بيعقس قوة مؤسسة النادي الأهلي. ففي الحقيقة أنا شايف أن الجمعية العمومية هي النقطة الرئيسية في قوة المستقبل الاقتصادية. لأنها هي اللي بتضمن سلامة عملية الرقابة. سلامة قوة صناعة القرار في مجلس الإدارة. استدامة صناعة القرارات السليمة اللي بتنعاكس على العمليات اللي داخل أرض الملعب. واستدامة الفوز بالبطولات. ده تحدي أيضا. تحدي كبير جدا. يعني يمكن النهاردة إحنا ما عادش عندنا مشكلة يمكن إحنا الحمد لله مسيطرين على البطولات بتاعة القرارة الأفريقية. وما بنقولش كلام فيه عواطف. إحنا النهاردة عندك عشر بطولات على مستوى القرارة الأفريقية. إحنا النهاردة قدامنا فرصة ذهبية في التنافسية العالمية. إيه التنافسية العالمية بالنسبة لنا؟ إن إحنا النهاردة عندنا لقابين يفصلوا بنا وبين الفريق الأكثر تتويجا بالبطولات العالمية. يعني إنت مش بتنافس النهاردة. ولذلك الحمد لله يمكن الجايزة لما احنا اخدناها هي بتقول ان انت افضل مؤسسة رياضية عربية فقدامك المرحلة التانية ان شاء الله ان احنا نستطيع ان احنا نروح لأفضل مؤسسة رياضية عالمية ان شاء الله في حالة توفقنا بالبطولتين دولت هنقدم على الجايزة في البطولتين دولت لو ربنا وفقنا وده يمكن احنا كده اخدنا الجايزة في كل مستوياتها بالمناسبة وده يعكس كفاءة برضو قوة المؤسسة احنا اخدناها في فئة الابداع الرياضي الفردي اللاعب اهاب عبد الرحمن وايضا اكرم اخدناها في الابداع الرياضي الفردي ده النادي الاهل واخدناها في الابداع الجماعي فريق النادي الاهل لكرة القدم 2013 ثم اخيرا اخدناها في الابداع الرياضي المؤسسي دولت التالت فئات بتوع التنافس فانحمد لله فوزنا بيهم على المستوى العربي ان شاء الله بإذن الله لو ربنا يكرمنا ان شاء الله في الفترة اللي جاي ونقدر نحقق بطولة قرية جديدة دي تخلينا نخش في الإبداع الرياضي العالمي إن شاء الله ده شيء رائع جدا لأنه كان تتويج الحياة لمسيرة عمل مجلس قدم وأبدع في دورته وعرض نفسه على جمعيته العمومية صباح الجمعة إن شاء الله دكتور في هذا اللي أنا قاد أنا عضو النادي عشان أخرج من البيت أروح أصوت مبدئيا إيه اللي لازم أن أخذه معايا مبدئيا حضرتك لازم يكون معاك حاجتين مهمين جدا واصقتين مهمين جدا عشان ما روحش وارجع عشان ما تروحش وترجع لأن طبعا إحنا محتاجين صوتك بكل قوة لأن زي ما ذكرنا دلوقتي أنت بتضمن قوة مستقبل النادي الأهلي بهذا الصوت أنت كمان بتعبر على آلاف الجماهير وملايين الجماهير اللي موجودين داخل جمهورية مصر العربية وأيضا خارج جمهورية مصر العربية يمكن أنا في الحقيقة في الصباح الباكر ومن أمس كان عندي اتصالات من دول عربية ومن دول أوروبية ومن الوقت المتحدة الأمريكية بيتطمنوا على إزاي هيجوا هيجوا هم محتاجين مسحة كورونا طب لما هم هيجوا الصبح في طيران هيوصل الساعة تسعة لتلت أنا بتكلم على ناس بتتكلم من برى مصر فإنبارح كلمت مستشفى 57 تلاتة سبعة وخمسين اللي احنا عاملين معها بروتوكول قالوا لي إحنا نقدر ناخد المسحة الساعة عشرة ونسلمك الساعة ستة لأن في زملاء من أعضاء الجمعية العمومية الموقرة بتاعتنا قالوا لي طياراتنا بالليل الساعة 11 بالليل أنا بقول لو عايزين نقول حرص الناس حرص الناس وعايز أقول أسماء لو عايزين نقول أسماء نقول أسماء ولكن إحنا نستقنا معاهم فقلنا لهم فعلا إحنا هنبقى موجودين هتاخدوا المسحة الساعة عشرة هنسلمكم من سبعة وخمسين تلاتة سبعة وخمسين الساعة ستة إن شاء الله تطلعوا المطار إن شاء الله معاكم بي سي آر لأن في بعض الدول زي المملكة العربية السعودية أيضا حتى بتشترط وإنت واخد التطعيم بتشترط أيضا أنك لازم تعمل بي سي آر فانحمد لله دي أنا بقول لحضرتك قد إيه في حرص شديد من الناس فعشان ما تجيش المشوار ده كله وترجع تاني لازم معاك وثقتين بطاقة الرقم القومي ده مهمة دي ودي الوثيقة الوطنية ده للعضو ده للعضو إن شاء الله والحاجة التانية الكرنيه بتاع العضوية بتاع النادي الأهلي سواء كان للعام المالي الحالي أو للعام المالي المواضي السابق اللي فات دولة الوثقتين المسموح بيهم لللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات يعني الكرنيه اللي مكتوب لي فيه ينتهي في 30-6 20-21 ده ساري ده ساري جددت للسنة الجديدة 20-21 ده 21-22 السنة المالية الحالية ده حضرتك مستمرة أيضا بس لازم يكون مع حضرتك بالرقم القوم مرة تانية بأكد على الانصرين دولة ملي جدا وما ليهش بديل للرقم القومي ما فيش بديل للرقم القومي سواء كان جواب صفر أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح كل الحاجات دي تناقشنا وعلى فكرة ده بإجماع السادة المرشحين ده كان برضو طلب عشان محدش برضو يعتقد أن احنا بنبقى متشددين أو أول آخره ده كان طلب السادة المرشحين كلهم في اجتماع اللجنة القضائية يوم الخميس الماضي في حضور اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وتم الاتفاق وتسجيله في المحضر الرسمي بهذه الجلسة وتم الاتفاق على أن دولة الوثقتين اللي هنلتزم بيهم في اللجنة كرنيه النادي وبطاقة الرقم القومي ما حدش يقول لي رخصة سلاح رخصة قيادة باسبور لا هي البطاقة الرقم القومي و كرنيه النادي دولة الوثقتين اللي هنهتم بيهم جدا النادي يفتح الساعة كم؟ النادي أبوابه إن شاء الله هتبدأ عمليات التصويت من الساعة التساعة صباحا ممتدة حتى الساعة السابعة مساءا إن شاء الله ده في اليوم الأولاني وفي اليوم التاني أيضا اللي هو يوم الجمعة إن شاء الله هيبدأ برضو عمليات التصويت من التساعة حتى السابعة مساءا نبدأ على الجمعة على الجمعة تحديدا هيبقى من عندنا من تسعة لحد الساعة سبعة لكن العاملين الجهاز الوظيفي بتاع النادي هيبقى موجود إن شاء الله من ساعات مبكرة جدا ممكن فيه فريق محتاجينهم من الساعة أربعة ده موجود عمليات اللوجستية كلها موجودة سواء كان متعلقة بالنقل المنافذ موجودة مفتوحة بالكامل الخدمات الصحية أيضا موجودة على سبيل المثال إحنا متعقدين مع الإسعاف لكن أيضا أضفنا سيارتين إسعاف ده بالمناسبة سيارتين إسعاف هيبقوا موجودين في مقر الجزيرة بالإضافة إلى سيارة الإسعاف اللي إحنا متعقدين عنها طيب أنا لسه ما وصلتش النادي أنا ركبت عربيتي ورايح النادي في الجزيرة النادي فاتح من 9 الصبح لاستقبال الأعضاء طبعا فاتح من قبل كده لكن عمليات الاقتراع تبدأ والتسجيل 9 صبح وصلت النادي أركم فين بالنسبة لأماكن الانتظار إحنا حددنا مجموعة من أماكن الانتظار في الحقيقة كلها في متناول أعضاء النادي في جراش عمر مكرم جراش التحرير في جراش المحافظة في الجبلية ده أيضا الحمد لله وفقنا أننا أخذناه في جراش الموجود بتاع نقابة المعلمين ده أيضا موجود في صف واحد في الشارع الموجود أمام المرسى ده أيضا صف واحد أماكن الانتظار المسموحة فيه صف واحد أيضا في شارع العظيم راح كتن صلح سليم ده أيضا موجود صف واحد دي أماكن الانتظار طبعا أنا هركم في التحرير هروح النادي إزاي همشي المسافة دي كلها هتطلع حضرتك من الجراش بتاع التحرير هتلاقي البساط منتظرة حضرتك هتاخد حضرتك من جراش التحرير أو من جراش عمر مكرم إن شاء الله توصلك لحد بوابة المعلمين يعني أركم في عمر مكرم أركم في مدان التحرير ألاقي بص هياخدني للنادي للنادي وإنت حضرتك بالمناسبة إحنا الأدوار اللي موجودة في عمر مكرم 2 و 3 و 4 دولت بتعطي النادي خاصة 2 و 3 و 4 في جراش عمر مكرم في عمر مكرم وجراش التحرير أيضا 3 و 4 دولت أيضا الموجودين فيهم بالنسبة طب الناس الزملاء اللي هم عندنا في مقرات مدينة ناصر وفي مقرات الجزيرة إن شاء الله أنا عوده في الشيخ زايد دولة أعضاء الشيخ زايد وأعضاء مدينة ناصر إن شاء الله هيبقى موجود بصات البصات بتاعت مدينة ناصر بتتحرك من بوابة الجراش الجديد إن شاء الله من مدينة ناصر وبعدين بتتحرك في مسار حركة معروف ومحدد ومعاهم مشرف أمن عشان يضمن أن البص ده ما بتحركش خارج مسار الحركة المحدد له وده إحنا جايبين ويمكن قدام حضراتك ونقطة التحرك هتبقى بوابة الجراش بيعدي شرع الطاقة ثم شرع حسن مأمون ثم طريق الناصر كبري أكتوبر ثم طريق الجبلية نقطة الوصول أمام بوابة المعلمين وعلى فكرة زمن التقاطر بتاع كل سيارة ما بين كل سيارة بتطلع وبص بيطلع 15 دقيقة فقط مش 30 دقيقة يعني أنا لو عضو برتد مدينة ناصر أروح أركم في الجراش بتاع الأهلي في مدينة ناصر وحلاء البص هتلاقي حضرتك البص البص هيطلع يتحرك في مسار الحركة اللي أنا قلت عليه وكل ربع ساعة فاتن البص هاخد التاني بعد منه بربع ساعة بعد منه بربع ساعة وعلى فكرة إحنا موفرين بالنسبة لمدينة ناصر عشان عارفين حجم العضوية في مدينة ناصر وموفرين 60 باص موجود 60 باص موجود إن شاء الله رايح جاي رايح جاي ده هيفضل حركة التقاطر بكل ربع ساعة دي رايح جاي بداية من الساعة 8 ونص إن شاء الله عشان لما يوصل عندنا يلحق يخش ودخل على بداية التصويت ثم هيحصل حاجة احنا عاملينها المرة دي اللي هي اللوجستية العكسية اللي هي ابتداد عكسي هنبدأ من الساعة 6 ونص تبقى الحركة كلها البصات هتتجمع في الجزيرة وترجع تاني تاخد بقى كل الناس اللي من الجزيرة ده بالإضافة برضو أن هي بترجع من الجزيرة كله ربع ساعة يعني اللي عايز يخلص التصويت بتاعه ماينتظرش لحد نهاية اليوم ده بيرجع برضو في ربع ساعة كويس لكن بقى في نهاية اليوم إن شاء الله من 6 ونص إن شاء الله كل البصات هتبقى موجودة في مقر الجزيرة ترجع كل الزملاء عضاء الجمعية العموين المدقرين يرجعوا إن شاء الله إلى المقرات الأسفل وهنا كله رباسة وطبعا ده بنفس السيستم ده احنا عاملينه في زايد من أمام بوابة البنوك ان شاء الله برضو هيمر في نفس خط سير محدد للباس ان شاء الله بحيث انه هو يوصل الى مقر بوابة المعلمين برضو ييجي لعوته الشيخ زايد يركن عربيته جوه النادي ويركب من قدام البوابة وطبعا دي يعني برضو مهم جدا ان حضرتك تسمح لي زي ما كنا فخورين جدا حضرتك النهاردة احنا يعني حضرتك الكلام بالحديث يوسكر ان احنا زي ما بنقولنا ان احنا هنروح البارك بتاع مدينة نصر اللي كنا بنعلم دي وتعامل الحمد لله وتحقق النهاردة بيحللنا واحدة من المشكلات التاريخية اللي كانت موجودة في مدينة نصر فبنهنيهم على البارك ايضا زي ما احنا عملنا كده في مدينة نصر بنهني طبعا اعضاءنا الموقرين في الشيخ زايد بالتشغيل التجريب للصلاة الجديدة الاربعة صالت الكاراتي وصالت السكواش وصالت تنس الاردي وصالت ايضا الجنباز اللي بدأوا بالفعل تشغيل تجريبي من يوم الاربع فبنهنيهم ان شاء الله وده يعني حاجة احنا فخورين بيها في النادي الاهلي طيب دي تسهيلات كبيرة جدا سواء اللي راح عرف يركن عربيته في الجزيرة او اللي جي من مدينة نصر في الباص كل ربع ساعة في باص جاي وباص راجع على طول في نفس التوقيت انت بالنسبة للشيخ زايد مدينة نصر 60 باص 60 باص وايضا بالنسبة للشيخ زايد احنا موفرين ايضا 30 باص بالنسبة للشيخ زايد عندنا استعداد ان احنا نزود هذه الاعداد من التفايل ايضا اذا احتاج الامر واستدعينا حاسينا ان فيه اعداد كبيرة وكساف على الرغم من نكاتة زمن التقاطر في الانتخابات الماضية كان بيوصل ل 45 دي احنا عنينه المرة دي 15 دقيقة عشان برضو اعضاءنا ما يتعبوش وما ينتظروش فترات كبيرة وكمان احنا جدنا الباصات دي حرصنا ان احنا كمان بتاخد ساعة 28 الراكب عشان ما ننتظرش كبير وكمان ما نوفر في معدل الاستهلاك برضو ده بالنسبة لنا مهم جدا 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 فعملنا ان احنا يخليها 28 باص بحيث ان هي كل ربع ساعة يبقى فيه عدد مستخدم اكتر بدلا من جيب اوتوبسات ساعتها كبيرة ويبقى فيها عدد صغير محدود من الاعضاء وده بقى استهلاك كبير لا احنا قلنا برضو عشان حركة المرور نقدر نعمل الكلام دوت تعني العضو ما لقاش مكان في الباص ما يزحمش نفسه وما يقافش هيستنى ربع ساعة فقط اي تدافع مش هو مش محتاج ليه لان طبعا فيه باصات موجودة اعدادها كبيرة كل ربع ساعة مش محتاج هو الاستعجال ده خالص عضوانا الكريم هيجي بطريقة ايضا احنا شايفين ان هي تريحه بكل السبل ده شي هايل جدا انا كبير في السن نزلت على بوابة النادي الدنيا زحمة فين لما اوصل لغاية الخيمة ايه التسهيلة لجوة النادي او من على البوابة لكبار السن في الحقيقة احنا عملنا حاجة برضو بالتنصيق في الفترة الاستعداد للفترة دي عملنا حاجة ممكن ماعلناش عنها احنا عملنا تشغيل تجريبي برضو لبعض الجولف كار اللي موجودة في المقر وايضا في الفروع اه طبعا عشان برضو الاعضاء بالنسبة لأعضاء مدينة ناصر اللي هينتقلوا من جوة من مقر النادي بيجوا يفتروا الصبح وبياخدوا وجباتهم وبعدين يتحركوا لمنطقة البوابات الجراش عشان يتحركوا فزودنا الجولف كار في الفروع عشان نشوف كمان الاستخدام الفعلي في فترة الضغط بتاعت جميع العمومية عشان لما نيجي نخطط للمستقبل يبقى عندنا رؤية واضحة ده حصل في مدينة ناصر ثم ايضا في الشيخ زايد زودنا الكلام ده عشان برضو الاعضاء في زايد يتحركوا من جوة النادي لحد اماكن البساط ايضا في الجزيرة ده برضو زودنا الكلام ده بالاضافة لان احنا يعني لسه انا متمم عليهم دلوقتي الحمد لله عندنا بجموعة من الكراسي المتحركة جبناها عشان برضو تبقى متوفرة جوة النادي عشان مسارات الحركة لطبعا شيخنا الكبار اللي احنا بنفتخر بيهم ودائما بيدونا الخبرات الجميلة اللي احنا بنبقى محتاجينها وهم اللي بيعلمونا الحرص على النادي الاهلي وبيعلمونا الحرص على قيم النادي الاهلي وهم كمان بوجودهم في الجمعية العمومية بيدي رسالة للجيل الجديد قد ايه لازم نحمي مؤسسة النادي الاهلي وهم فعلا حمى النادي الاهلي فاحنا برضو مستعدين ده بشكل كويس سواء كان بعربيات الجولف كار موجودة جوه سواء كان بالكراسي اللي موجودة كمان عشان الحركة جوه اللجنة برضو لو حب من حد يستخدم هذه المقاعد المتحركة ده ايضا يبقى موجود ومتوفر جوه اللجنة ان شاء الله اذا الكبار السن من السادة الاعضاء سواء داخل النادي داخل سواء في مدينة نصر او الشيخ زايد في عربيات الجولف اللي حتنقلوا من داخل النادي لغاية الباص اللي حيركبوا لما ينزل على بابة النادي في الجزيرة حيلاقي عربيات الجولف ايضا هتاخدوا من على بابة النادي في الجزيرة لغاية خيمة الانتخاب ايه اللي هيحصل جوه الخيمة وترتيباتها ايه ده كمان كلام مهم مع الدكتور سعد الشرابي بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد متواصلين مع الدكتور سعد شلب المدير التنفيذي للنادي وهذا الشرح التفصيلي الكامل للسيد العضو من مقر النادي سواء في مدينة نصر او الشيخ زايد او في مقر الجزيرة دخلت النادي ايه اللي انا ممكن الاقيه من تسهيلات مختلفة خاصة انا بتكلم على الانعقاد في مكان واحد في مقر ربما يكون هو الاصغر مساحة بين كل المقرات هقدر اختح ازاي جوه النادي يعني في الحقيقة خليني برضو اقول يعني كنا حرسين في الحقيقة وكنا حرسين في فترة اللي فاتت ان احنا ننهي اعمال يعني الخاصة بالازالة الخاصة بمدرج التيتش احنا الحمد لله ده برضو ادتنا يعني في الحقيقة مجلس الادارة برئاسة الكابتن محمود كان حريص ان احنا نستثمر ده في الانتخابات عشان يحصل عملية تيسير وتسهيل لمسارات الحركة جوه النادي في الفترة دي ادتنا في الحقيقة فرصة كبيرة جدا ولما القناة ان شاء الله هتشرفنا وهتنقل السادة الاعضاء الموقرين الشكل العام بتاع الخيمة احنا استثمرنا الكلام ده كمان وقفلنا نص المساحة دي بخيمة عشان تبقى موجودة امتداد للخيمة امتداد للخيمة كمان ودي تبقى لو فيه الاعضاء حصل اي تواجد موجود عايز تستريح عايز تبقى موجود جوه المكان قريب من مكان الخيمة يبقى ده فيه مكان ويحميك من الشمس غطناه برضو في الحقيقة كله ايضا برضو ده احنا قدرنا نعمله بالاضافة اللي احنا زودنا عدد المقاعد الخاصة بالنادي في اليوم ده بالاعضاء جبنا خمس تلاف مقعد او خمس تلاف كرسي جديد في الحقيقة حطناهم برضو اجرناهم من الشركة اللي هي عاملة الخيمة بحيث ان احنا تبقى المقاعد بشكل كبير موجودة متوفرة في كل ارجاء النادي انحمد لله هتلاقي كرسي هتلاقي كرسي الحاجة التانية ان كل الابواب الرئيسية بتاعت النادي الاهلي بعد التطوير اللي حصل وخصوصا في البوابة بتاعت المارسة ان شاء الله البوابة الرئيسية بتاعت المارسة مفتوحة البوابة الرئيسية بتاعت المعلمين مفتوحة الدخول من البوابة الخاصة بصالة الامير عبدالله الفصل ايضا موجودة وبالتالي انت النهاردة عندك اكتر من مدخل كلهم المداخل دي انحمد لله مداخل اعتقد ان احنا كلنا فخورين بالتطوير اللي حصل في بعض منها والباقي ان شاء الله نتواره في الفترة القادمة ده بالنسبة لنا ايضا حاجة مهمة جدا جدا انت وانت داخل من البوابة ان شاء الله برضو بتبقى حريص انك تاخد الكمامة بتاعت حضرتك هنوفر الكمامة دي احنا لو حضرتك مش معاك الكمامة بتاعتك احنا موجودة الكمامة ان شاء الله موجودة لكل من يحضر الى الجمعية العمومية ان شاء الله نعرف ان انت بمناسبة الكمامة بقى وكورونا مجهز مفاجأة لعضو النادي اللي ما حصلش على اللقاح بتاعه في الحقيقة وزارة الصحة مشكورة وخليني النهاردة اشكر وزارة الصحة هم تعاونوا معانا في الفترة الماضية لتطعيم الاعضاء النادي الاهلي سواء كان في اول فترة من خلال التواجد في المعرض الدائم للقاهرة وكنا بنروح هناك ثم اتنقلوا عندنا في الحقيقة مشكورين في مدينة ناصر وفي الجزيرة وفي الشيخ زايد في الحقيقة ان شاء الله يوم الجمعة ان شاء الله يبع عندنا اكتر من 3000 جرعة اكتر من 3000 جرعة عشان لو احتاجنا وزارة الصحة عندنا الوعود انها توصل لنا اكبر عدد ممكن من الجرعات ده في اليوم عبر 3 قطقم طبية للتطعيم الصب في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية جونسون اند جونسون وهي جرعة واحدة عشان برضو نضمن ان العضو مايرهقش يروح ويرجع لوقت تاني وعشان كمان يبقى الشهادة بتصدر بتاعته بمجرد التطعيم ان شاء الله فده برضو خدمة احنا هنقدمها وعمل لها مقر برضو مقر مميز وفي كل الاستعدادات المتوفرة ان شاء الله واحنا اعلننا النهاردة على السادة العضاء الموقرين ان هم يخشوا يتوجهوا للتسجيل في النظام بتاع وزارة الصحة ويحضروا الى النادي ان شاء الله يوم الجمعة بالعشرين رقم بمجرد ما يكون معايا العشرين رقم هيخش على طول ان شاء الله بيخش للفرق الطبية الموجودة وبتديله الجرعات بتاعت التطعيم ده واحنا هنبقى كمان موفرين لكبار السن اللي هم مش هيبقى عندهم قدرة على التسجيل او القيام بالتسجيل بأنفسهم هيبقى عندنا مجموعة من الزملاء في الادارة الخدمات هيسجلونهم ويخشوا يطعاموا في نفس اليوم يعني انا هقول كده دكتور عضو النادي اللي ما اخدش اللقاح بتاع كورونا يدخل على موقع وزارة الصحة ويسجل ويختار مكان التطعيم النادي الاهلي هو بدون ما يختار هو بصرف النظر اهم حاجة يجيب لنا الرقم اللي هو مقوى من عشرين رقم دوت بحيث ان ده يسجل على طول عشان يبقى ان شاء الله بياخد الجرعة بتاعته والنادي مع وزارة الصحة في اكتر من ثلاث تلاف جرعة للسادة الاعضاء فدي برضو خدمة مضافة مهمة جدا في اليوم ده لانه كمان في ناس كتيرة مش عارفة توصل تاخد اللقاح جونسون كمان مهم جدا لانه جرعة واحدة كون انه ياخد البطاعة بتاعت التلقيح في نفس اليوم دي خدمة تسهيلية مهمة جدا بالاضافة الى الاجراءات الاحترازية بقى ايه دوابط بتاعتها؟ يعني في الحقيقة احنا واغدين كل الاجراءات الاحترازية اللي اقارت بها الجهة المشرفة على الانتخابات وده اتعمل في الحقيقة في محضر رسمي وكان حضر معايا رئيس اللجنة الطبية بتاعت النادي الدكتور الفاضل دكتور محمد شوقي وفريق الطب ايضا ده موجود وفي الحقيقة اوفرنا كل ما يتعلق من كمامات زي ما ذكرت دلوقتي كمامة حضرتك موجودة معانا احنا هنسلمها لحضرتك كل المواد المطهرة ايضا موجودة على الترابيزات بتاعت التصويت الخاصة بالهيئات القضائية المشرفة ايضا بحيث عمليات التلامس دي رعينا المسافات ايضا في الخيمة كل اتنين متر موجود اللجنة عشان التباعد يتم تحقيقه ايضا موجود ده بالنسبة لنا موجود العمليات الامن والسلامة المتعلقة بوجود طفيات الحريق ولا خلافه ده كله ايضا موجود خراطيم المياه ده كله ايضا برضو بصورة كاملة موجودة قياس درجة الحرارة ايضا موجود كل ما يمكن ان يتم استخدامه في حفظ سلامة اعضاء ما احنا في الحقيقة مستعدين ليه بشكل جيد وايضا هيشوفوا حاجة ايضا ترضيهم بشكل كويس الخدمات الطبية بما فيها التلقيح بالنسبة للعضو يلاقيها فين فين مكانها في النادي عشان فيه ناس جاية مثلا اعتادت على مدينة ناصر او عشيخ زايد مش حافظة جغرافية الجزيرة يسأل على المكان فين بالضبط فيه العيادة الطبية العيادة الطبية هتبقى فيه عيادة طبية جوة الخيمة انا عاملين عيادة طبية جوة الخيمة اما بالنسبة للتلقيح بالنسبة لتلقيح فيروس كورونا في الحقيقة هيبقى في قاعة راتب من عند بوابط المعلمين وانت داخل هيبقى لديك شمال هيبقى موجود ان شاء الله وموجود الناس وموجود برضو المقاعد اماكن الجلوس برضو مجهزينها ومرتبينها بحيث ان احنا مزودين عدد المقاعد عشان الناس تبقى قاعدة ومستريحة وتاخد دورها وتنتظر لحد ما ان شاء الله اجراءات تلقيح كورونا كلها في صالة راتب الوضع يتوجه الى صالة راتب ينجز هذه المهمة لكن الاسعافات ان شاء الله ما نحتاجش اي حد يحتاج اي مساعدة بالنسبة للاسعاف عندنا 3 سيارات اسعاف ان شاء الله مجهزين بقاطكم طبية كاملة هيبقى فيه واحد جنب مدخل المرعب الرئيسي لمدرق لمرعب التيتش ده هيبقى فيه واحدة وفيه واحدة من الجانب الاخر عند بوابة المرسى من امام المبنى الاداري عشان تقدر تخرج على طول لا قدر الله في حالة اي حالة طوارق ثم الاسعافة التالتة ايضا موجودة من ناحية باب المعلمين من ناحية باب صالة الامير عبدالله الفيصل يبقى الثلاث مداخل الرئيسية احنا بنتحرك فيهم بسرعة كبيرة جدا عشان لا قدر الله لحصل اي حالة طوارق موجودة ثم فيه لجنة طبية دي من اطباء النادي موجودين جوه الخيمة ان شاء الله في يمين الخيمة على طول وحضرتك داخل طيب دخلت الخيمة اجراءات مبدئيا اجراءات التسجيل انا لو انا لو عضو مبدئيا العضو اللي ما بيحضرشي لايحة النظام الاساسي اعتقد قالت ان فيها غرامة يعني انا مش بحب كلمة الغرامة لان دايما احنا في النادي الاهلي مش بيفرق معانا الغرامة بقدر ما يفرق معانا ان احنا نقدم مسئوليتنا تجاه النادي الاهلي ده اللي احنا متعودين دايما اللعيبة جوه الملعب بتقدي مسئوليتها يعني احنا لسه عندنا مطش المحلة لا يمكن حد اخر او اي فريق اخر يقدر يحقق هذا الفوز في هذه البرهة من الثانية بس دي سمة النادي الاهلي انه يتحمل مسئوليته بكل قوة مش بينظر الى الغرامة اللي بتوقع عليه بقدر من هو يحقق النتيجة المرضية فالنتيجة المرضية ان احنا نتواجد عشان نصنع قوة مستقبل النادي الاهلي مش المهم ان انا عندي ان انا ادفع غرامة 50% من قيمة رسم الاشتراك بتاع العضوية ما لم يكن هناك عذر مقبول زي ما النظام الاساسي بيقوله بالعكس في اعضاء النهاردة زي ما بقول لحضرتك في اعضاء من الدول العربية هو لو ده الغرامة دي ما يكون خمسين جنيه هو هيجيب تسكرة بعشر تلاف جنيه او بخمستاشر الف جنيه في الظروف اللي احنا فيها مخاطرة كمان في الصفر واه والاخره لكن حريص ان يقدي مسئوليته تجاه النادي الاهلي حريص ان هو وده اللي بيميزنا احنا عندنا في الشغل بتاعنا كتسويق نقول فيه حاجتين مهمين جدا جدا خد بالك من العميل بتاعك فيهم ده قوة النادي الاهلي فيهم واحدة اسمها الولاء السلوكي واحدة اسمها الولاء التوجهي الولاء السلوكي ده انك تدفع تمن الخدمة دولة اعضاء النادي الاهلي اللي هم حريصين هتلاقي النهاردة العضو حريصه انه يدفع رسم الاشتراك عشان انا يعني شخصية عظيمة جدا 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 لسه وانا جاي في الطريق قال لي معلش انا حصل انا راجع من لندن ومش عايز اقول الاسم يعني وانسيت المحفظة بتاعتي في طيارة فممكن استأذنكم طلع بدل فائد للكرنيه لان انا سمعت ان الحضور هيبقى بالكرنيه وبالرقم القومي فانا استخرجت الرقم القومي خلاص ونائس بس عندي الكرنيه فاشوف الحرص ونسل المحفظة نسل المحفظة بتاعته هناك وانتعرف ان الواحد لما يبقى مستعجل ممكن ينسى اي حاجة شخصية وبتاعه كده هوت فدي بيين حرص اعضاء النادي الاهلي على انهم يقدوا مهمتهم ورسالتهم وموجبهم التاريخي عشان كده بنقول ده الحمة بتاع النادي الاهلي هم دولة اللي بيعدوا النادي الاهلي احنا كان عندنا دورة الاربع سنوات كان فيها حجم من انا عايز اقول من المخاطر الجمع على النادي الاهلي محدش حمة النادي الاهلي غير حكتين الجنحين بتوعه اعضاء جمعية العمومية اللي اختاروا مجلس الادارة ودعموه بقوة تصويتية مش بقوة حضور كبيرة جدا 36 الف صوت وايضا اعضاء النادي الاهلي الجمعية العامة بتاعتنا الجماهير العظيمة بتاعتنا اللي موجودة كل مكان اللي ساند وبالدعم وعندها قدر من الوعي فانا هنا دايما مش بحب اروح لحتة الغرامة النادي الاهلي مش بيهموا كده النادي الاهلي عضو النادي الاهلي بيهموا ان يقدمهمتو وبيقاتل على انه يقدمهمتو ومسئوليته تجاه النادي عشان كده النادي الاهلي قوي بولاء اعضاءه وبيولاء جماهيره للنادي ده وعيهم بحجم هذه الرسالة والمهمة بذلك فيه ثلاث كلمات تاريخ مبادئ تطوير دولة الثلاث كلمات مهمة مش ان احنا بنبص للغرامة المالية للجنة لا احنا بنبقى سعدة جدا ان نشوف عضو النادي الاهلي جوه الجمعية العمومية وحريص على اداء دوره فانا بدعوهم ان شاء الله ان احنا نبقى موجودين ان شاء الله طيب كرنيل عضوية اول رقمين من اليمين لو انا مش محتاجة اروح اسأل على لجنتي طبعا الكشوف متعلقة كل لجنة فيها الاسماء اللي اليوم حق التصويت كرنيل عضوية اول رقمين من اليمين ده رقم اللجنة ده رقم اللجنة وكمان احنا عملنا حاجة كويسة في الحقيقة برضو بتيسيرا على الاعضاء انت حضرتك لو حتى مش قادر توصل من الارقام اللي موجودة زي ما حضرتك ذكرت الكرنيل موجود فيه اول ارقام وموجود بيعكس رقم اللجنة بتاعت حضرتك لجنة واحد هتلاقي مكتوب شرطة واحد اول رقم لجنة اتنين هكذا لجنة تلاتة وخمسين سبعتاشر خمسة وخمسين مية اتنين وعشرين لان احنا عندنا مية ستة وخمسين لجنة عندنا مية ستة وخمسين لجنة واحنا عاملين كمان الخيمة الانتخابية تتسع مية وستين لجنة لان احنا كنا عاملين احتياطي لان اللايحة بتاعت النظام الاساسي برضو واحد يقول انتوا عاملينها مية وستين ليه ومية ستة وخمسين لجنة احنا كنا عاملين واحنا بنصمم الخيمة مية وستين لأن كتدراسات اللي عندنا بتقول أن النظام الأساسي بيسمح للناس اللي سددت قبل موعد الإنقاد الجمعية ب15 يوم يحق لهم التصويت فإحنا كنا بنقول يعني نوصل قبل 15 يوم 160 لجنة لكن اللي صوت فعليا وحط أصواته قبل 15 يوم من الإنقاد 156 لجنة فدولت إن شاء الله يبقوا موجودين إحنا عاملين كمان نقاط استعلام في الجزيرة ونقاط استعلام في مدينة نصر ولقاط استعلام في الشيخ زايد بحيث تتوجه على طول هتسأل الأخي اللي موجود في نقطة الاستعلام عن لجنتك هيقول لحضرتك لجنتك سيادتك رقم كذا بتتفضل حضرتك مشكور تروح عليها مباشرة وتبدأ عمليات التصويت كمان احنا في الحقيقة قيمة عضو النادي الأهلي قيمة كبيرة وقيمة صوته قيمة عظيمة طبعا يمكن قلنا يمكن كنت يعني الكابتب محمود دايما يقول صوتك أكبر من ألف صوت يعني فانت لازم تبقى حريص طبعا بتعبر عن كام ألف مشجه عشان كده احنا بنبقى حرسين ان الصوت ده بقيمته الكبيرة دي بنبقى حرسين انه يبقى له نزاهة وشفافية كبيرة جدا 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 احنا اول نادي في مصر هيستخدم ان شاء الله يوم الجمعة الحبر السري من الهيئة المصرية للكمياء وهنا اسمح لي انا على الهوى اوجه لهم كل الشكر والتقدير في الحقيقة انه هما دون الكمية اللي احنا عايزينها كلها في الحقيقة وباستجابة سريعة جدا جدا تقديرا لقيمة ومكانة النادي الاهلي ويمكن انا عايز يعني برضو ده حاجات بتخلينا فخورين بالجمعية العمومية بتاعتنا وفخورين بصوت الجمعية العمومية بتاعتنا وبعضو النادي الاهلي لما تلاقي المؤسسات نفسها بتديك هذا التقدير وهذا الانجاز السريع تقديرا لعضو النادي الاهلي وأن قيمة التنتخبات النادي الأهلي. هي قيمة غير عادية. قيمة الأندية. أنا أعمل كده. كنت أبقى. بص من قيمة يومين. بحلل تأثير الاقتصاد الجامعية العمومية لنادي الأهلي على الإعلام. على الإعلام. على الإعلام. شوف حضرتك كل المنصات الإعلامية. بصرف النظر عن السادة الزمل الموقرين المرشحين. واللي هما أعضاء جامعية عمومية. شوف حضرتك كل المنصة الإعلامية اللي احنا بنفتخر بها. منصة القناة النادي الأهلي. شوف حضرتك لما تخصص فترة من بداية هذا الشهر لحد يوم 26. فيه محتوى بيطلع عن الجمعيات العمومية. انت بتوسق تاريخ الجمعيات العمومية. شوف الخنوات الأخرى. الزملاء الأفاضل في كل المنصات الإعلامية. شوف حجم الانتشار بتاع أعضاء المرشحين للجمعية. بيخلقوا محتوى. شوف عدد ساعات المشاهدة. وعدد ساعات المتابعة للسادة المرشحين. وحواراتهم. ده موضوع اقتصادي. بحث شوف الرسائل. الاستغلال الاعلاني. الاعلاني لتواجد مرشحين. لتواجد مرشحين على كل المنصات الإعلامية. لا النادي الأهلي حاجة تانية. النادي الأهلي. ممكن فيه طبعا كل الاحترام. والتقدير الكامل لكل الأندية المصرية. احنا بنحترمها جدا. ويمكن عندنا يعني. لكن لنا بنتكلم على الأهلي. علاقات راقية معهم. لكن شوف النادي الأهلي بعظمته. بعظم الجامعية العمومية الدية. وسائل الإعلام كلها. الشهر اللي فات ده بتصديف مرشحيننا حتى يوصلوا رسائله. طيب. يعني حبر سري واستخدامه في ايه؟ استخدامه في ان العضو يتأكد من صاحب البصمة دي. هو عضو النادي الأهلي بكل إجراءات عشان نضمن سلامة ونزاهة كل مكان فيه سلامة ونزاهة للجامعية العمومية. للشفافية بقى. كل مكانة الشفافية بتتحقق. كل مكانة النادي الأهلي لما بيروح أي مكان. هو أفضل مؤسسة رياضية عربية. صحة الانعقاد يوم الجمعة. حضور خمس تلاف عضو أو عشرة في المية. أيهم أقل؟ في الحقيقة الانعقاد النظام الأساسي بيسمح للجامعية العمومية أن فيه اجتماع أول. بنسميه اجتماع أول. وده بيبقى في اليوم الأول. وفي الغالب في الحقيقة عمليا لا يكتمل. ما بيكتملش لأنه لازم خمسين في المية زائد واحد. وإحنا عندنا عدد الأعضاء للهم حق التصويت في هذه الجامعية العمومية الموقرة. 181 850 صوت على ما أتذكر. فإحنا يعني معناها أنك عايز أكتر من 981 850 صوت. دولة اللهم حق التصويت. في يوم الأول عايزوا النص زائد واحد. فعايزوا النص زائد واحد. مستحيل عملية. في يعني ده بيبقى كمان يوم خميس والناس بتبقى موجودة في أعمالها. الجمعة خمس تلا. الجمعة هو للعنقاد التاني. العنقاد الاجتماع الآخر. والنظام الأساسي. عشان إحنا برضو حرسين أن إحنا نستخدم المسميات بتاعت النظام الأساسي. لأن ده أنت عارف النواحي القانونية والنادي الأهلي. في الحقيقة يمكن الفترة الماضية إحنا كنا حرسين على الحماية القانونية للجمعية العمومية. بكل الطرق القانونية. في الجزئية دي بقى دكتور. إشراف قضائي كامل من هيئة قضايا الدولة. إحنا في الحقيقة عندنا كل اللي كان عليها مشرف من هيئة قضايا الدولة. أيضا موجود معه ناس من الجهة الإدارية. بس على كل لجنة. قاضي موجود من هيئة قضايا الدولة. قاضي على كل صندوق. قاضي على كل صندوق. في الحقيقة ده كمان إحنا كنا حرسين عليه والسادة القضاء الموقرين في الاجتماع يوم الخميس. يعني في الحقيقة هم نفسهم. إحنا استشعرنا منهم التقدير الكامل للنادي الأهلي وجمعية العمومية. وقد إيه هم شايفين النادي الأهلي حاجة مختلفة جدا. جدا جدا. فإحنا حرسين على الموضوع ده بشكل كبير. تم طبع استمارات التصويت بعد حكم القضاء إلى أخير للإدارية العليا. طبعا إحنا انتظرنا في الحقيقة لآخر لحظة. لأنه كان النادي الأهلي وفي الحقيقة لمجلس الإدارة الموقر. وبعدين برضو أنا يمكن المشاهدين الخرام لما أتكلم على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة وفقا لنظامنا الأساسي. هو اللي بيدير النادي الأهلي لحين انتهاء الجمعية العمومية. واستلام مجلس إدارة جديد حتى لا يفهم البعض. إنه ده تسكيل حد. ده النظام الأساسي. ورئيس الجمعية العمومية هو رئيس مجلس إدارة النادي. باعتباره منتخب من الجمعية. مدته تنتهي بانتهاء إنعقاد الجمعية. وهو الذي يقود الجمعية. بس برضو يعني دايما إحنا النادي الأهلي يبقى دايما إحنا قيامنا واضحة. وقيامنا تتميز بالعدالة والنزاة والشفافية في الحقيقة. إنه رئيس النادي هو رئيس الجمعية العمومية. لحين إعلان النتيجة وتسليم المجلس. ده شيء أساسي عندنا في الحقيقة. هنا بقى كان في حرص شديد على إن إحنا ناخد كل الإجراءات القانونية الكفيلة اللي بتضمن صحة الإنعقاد الجمعية العمومية. كنا حريصين. إحنا كمان يمكن النادي الأهلي كان حريص جدا جدا على إنه يدي الفرصة للدكتور وليد الفيل ويحترم الأحكام القضاء. وده مبدأ أساسي عندنا. يعني إحنا النادي الأهلي استشكلنا لتنفيذ حكم الدكتور وليد الفيل بإدراجه في استمارات الترشح. وعلى الجانب الآخر أيضا نحترم القانون اللي هو قانون 2017 اللي بيمنح الجهة الإدارية ممثلة في اللجنة الأولمبية. اللي فوضت وزارة الرياضة في الإشراف على الانتخابات واعتماد استمارات الترشح. فكان لازم نقدر نعمل هذا الاحترام القانوني الكامل. فصدر مبارح الحكم الخاص بحفظ أو عدم تنفيذ القرار بتاع المحكمة الموقرة. وبالتالي إحنا طبعنا مبارح نخارجين من النادي النهاردة الصبح الساعة. يعني في حدود السابعة صباحا. الجهاز المشرف. ختمنا جميع الاستمارات. وهنا برضو أنا بوجه الشكر والتقدير لمدريت شباب الرياضة القائرة في الحقيقة. كل الزمل الموظفين كانوا موجودين. صهروا معنا اليوم كامل في الحقيقة. وختمنا كل الاستمارات التصويت في الحقيقة. سواء كان اليوم الأول أو لليوم الآخر. الآخر اللي هو يبقى يوم الجمعة إن شاء الله. دي نقطة مهمة جداً للدكتور سعد بيقولها. إنه كان النادي الأهلي أولاً حريص على إنفاذ القانون تنفيذ الحكم الصادر للدكتور وليد الفيل. تمكينه من إضافة اسمه وإدراج ترشيحه في استمارة التصويت وكشوف المرشحين. بل إنه النادي الأهلي من حرصه على إنفاذ هذا الحكم الصادر. سعى للاستشكال عشان يمكن العضو من إنه يسجل نفسه. ورفض الطعن على الحكم الصادر. لكن كان وزارة الشباب والرياضة قدمت الطعن أمام الإدارية العليا صادر هذا الحكم بإلغاء الحكم الأول. وبالتالي لم يتم إدراج اسم الدكتور وليد الفيل تنفيذاً لحكم الإدارية العليا. واحتراماً لأحكام القضاء. أعمال التصويت تستمر حتى الساعة السابعة. أعمال التصويت سوف تبدأ من الساعة التساعة حتى الساعة السابعة. ويمكن لرئيس اللجنة القضائية الموقرة يمد التصويت ساعتين. ممكن يمتد لحد الساعة التساعة في حالة وجود عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية. لو المسألة امتدت يمكن لرئيس اللجنة القضائية أنه يضيف ساعتين كمان. يضيف ساعتين. تمتد لحد الساعة التساعة. حتى التساعة. ثم تبدأ أعمال الفرز فين وإمتى؟ أعمال الفرز بتبدأ في داخل اللجنة إن شاء الله. أيضاً فيه اجتماع بيتم. اللي هو اجتماع منقشة جدوى للأعمال. ده بيتم بعد إعلان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في اليوم الثاني. اجتمال النصاب القانوني. والتوجه إلى صالة الأمير عبدالله الفصل لمنقشة جدوى الأعمال. بعد السابعة مساء إن شاء الله. منقشة البقية بنود جدوى للأعمال. بعد انتهاء التصويت. بعد انتهاء التصويت. يعني بعد انتهاء التصويت وقبل بداية الفرز. وقبل بداية الفرز. والبعض برضو هيسأل. يقول طب ليه انتو هتأخرون ليه. أو بعد عمليات التصويت الساعة سبعة. بتنتهي الساعة سبعة. لأن النظام الأساسي بتاع النادي بيؤكد على إن حق لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور خمسين في المية ممن قدلوا بأصواتهم في الانتخابات في اليوم الآخر. وبالتالي أنا لازم أنتظر عشان أعرف العدد كام. عشان أعرف صحية الانعقاد لمنقشة جدوى الأعمال. فمنقشة جدوى الأعمال يلزموا بحضور خمسين في المية من اللي صوتوا. خمسين في المية من اللي صوتوا. فنقول للأعضاء. صوتوا وانتظر لحين. لحين طبعاً انتهاء عمليات التصويت بالكامل. ومعرفة عدد السادة الأفاضل من الجامعية العمية الموقارة. إن إحنا أدي عدد التصويت. إذا لم يحضر داخل القاعة لمنقشة بنود جدوى الأعمال. خمسين في المية من اللي صوتوا. إذا لم يحضر داخل القاعة خمسين في المية من اللي صوتوا. النظام الأساسي بيحيل هذه الاختصاصات لمجلس الإدارة. لما يأخذ دور الجامعية العمومية. وينقش هذه القرارات. وبرضو لازم الناس تبقى عارفة. هذا لا يعني بالضرورة. في بعض البنود. في بعض البنود. النادي الأهلي دايما حريص عليها. وهو الامتسال لكل الجهات الرقبية. في مراقبة كل الميزانية تحديدا. من كل الجهات الرقبية الموجودة في مؤسسات الدولة المصرية. اللي احنا بنسخر أيضا بالانتماء. ده منتهى الشفافية. الأعمال بالنسبة للفرز. كل مرشح. له كم من المندوبين؟. كل مرشح في الحقيقة. هيبقى له أربع مندوبين. سواء أثناء عمليات التصويت. أو أثناء عمليات الفرز. في الحقيقة. ده هيبقوا موجودين داخل مقرات التصويت. أو مقرات الفرز في اليوم إن شاء الله. اللي احنا موجودين فيه. في اللحظات الأخيرة من الأهلي ينتخب. وقبل إتاحة الفرصة للسادة الأعضاء. صباح الجمعة للتوجه للنادي. الكلمة الأخيرة للدكتور سعد شلبي لأعضاء النادي. الكلمة الأخيرة. أن أنا عندي كل ثقة في أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. اللي رسم تاريخ النادي الأهلي على مدار أكتر من 115 سنة من 1907. هم أيضا اللي قادرين على أن هم يصنعوا قوة مستقبل النادي الأهلي. لينتقل النادي الأهلي من الريادة العربية اللي لسه صدرة مش إحنا اللي بنقول الكلام ده. من الريادة العربية اللي لسه صدرة بالأمس من دبي بفوز النادي الأهلي. أفضل مؤسسة عربية مبدعة النادي الأهلي أيضا عشان ندخل المستقبل محتاجين جمعيتنا العمومية تكون متواجدة بقوة. بقوة زي ما عهدناها دائما وإحنا في انتظارها وفخورين جدا بيها. وبناخد كل الاستعدادات لراحتهم واستقبالهم بشكل يليق بمكانة وقيمة عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي. دكتور سعادة كنت سعادة بحضرتك جدا النهاردة. أنا اللي بشكركم في نهاية العمل الشاخ وهذا البرنامج في الحقيقة. بشكر كل أسرة القناة النادي الأهلي. وبشكر أيضا شركة بريزنتيشن لايف على أن هي في الحقيقة قدمت نموذج فريد. قدمت نموذج فريد. وأنا بدعو بريزنتيشن لايف من خلال قناة النادي الأهلي أنها تتقدم لجائزة محمد بن راشد للإبداع. لأنها قدمت نموذج فريد في الدول العربية في تقديم الحيادية والشفافية والنزاهة. فكانت هناك استضافة لكل المرشحين بكل شفافية بكل حيادية. إعطاهم نفس المساحة. إعطاهم نفس التوقيت. أيضا أننا منحنا كل مرشحين من خلال شركة استادات أيضا كافة الحقول الاستغلال الإعلاني للأسوار بكل حيادية ونزاهة وشفافية من خلال هذه الشركة المؤكرة. الشريك استراتيجي لنا. فأنا بهنيكم وبحييكم وبشكركم جدا جدا. شكرا جزيلا للدكتور سعد شلبي. ومرة تانية وأخيرة لعضو النادي قبل ساعات من انعقاد الجامعية الأممية. احرص على أنك تشارك وتبارك للأهلي على هذا الوعي الكبير جدا من أعضاءه. لأن كل عضو حيشارك مؤكد أنه بيبارك للألاف من جماهير الأهلي اللي بيمثلهم وهم بالملايين في كل مكان. كنا سعداء جدا مع حضراتكم من خلال الأهلي ينتخب هذه النافذة الإعلامية التي أطل من خلالها كل السادة المرشحين ممن رغبوا في الحضور والتحدث للجامعية العمومية. كنا سعداء جدا مع حضراتكم. شكرا على طيب المتابعة. وكل التوفيق دايما للنادي الأهلي.